اهلا بيكو بتبدأ الاحداث مع ليه جيان بنت صغيرة عندها خمس سنين كانت قاعدة على الرصيف بترسم في الوقت اللي بتعدي فيها عربية بتنقل عفش عيلة جديدة هتسكن في الحي ولان كان فيه مطب في الطريب يوع من العربية كرسي على الرصيف جنب جيان حسن حظانها مش بتتصاب ولا حاجة بينزل واحد من العربية علشان يطمن عليها في الوقت اللي والدها بيخرج على الصوت يطمن عليها برضو ساعتها بيتعرف على ساكن الجديد واللي بيكون الشرطي بينج جايه مع عائلته وزوجته وابنه لينج شياو الصدفة انهم ما يسكنوا في الشقة اللي فوق شاعت جيان والدها لي هاي تشاو تشاو بيتعرف على بينج وبيعرض عليه المساعدة في ترتيب بيته الجديد بس كان باين ان زوجته كانت مدايئة من انتعلهم للحي ده المهم انهم بعد ما بيمشوا تشاو بيشوف الرسمة لجيان رسمها على الارض وكانت فرحانة بيها وبتكون رسمة ليها هي والدها والدتها الحامل ولما تشاو بيشوفها بتعجبه جدا وبيتأثر بزيادة وبيكافئ جيان باكلة بتحبها في الوقت ده كان بنج في شائطه الجديدة بيرتبوها لما والدت شياو بتدخل قطه فجأة شياو بقى كان ساعتها بتفرج على سندوق في ألعاب قديمة وصور عائلية بتجمعه بأمه وأبوه وأخته الصغيرة اول ماما بتدخله بتلمحه بيخب السندوق مرة واحدة وابتاخده منه وتتعصب عليه وتقطع الصورة وبترمي السندوق باللي فيه بره في الزبالة قتا كان جيان جايبة آيس كريم ورايحة للشياو علشان ترحب به في الحي وانهم هيبقوا جيران بس بتشوف والدت شياو هي بترمي السندوق فبتسأله عليه بس والدته بتقول لها تبعد عنه باللبقة كان جيان في غرفتها بتجمع صور متقطع ولما وردها بيدخل يناديها علشان يتعشوا وسوا بيشوف السندوق وبيعرف منها ان والدت شياو تخلصت منه وهي أخذته باللي فيه وجمعت الصورة من تاني علشان ترجعها للشياو تشاو كان فاتح مطعم نودلزي في الحي وكل الجيران أصدقائه منهم واحدة عجوزة كانت بتسعى لأنها تلاقي واحدة من نسبة تعرفها على تشاو بتبقى شركة حياته وكل شوية تدبر له معاة مع واحدة المرض الجدة بتعرفها على هيمي وبتعزمها في المطعم علشان يتعرف عليها هيمي كانت منفصلة من سنين ومعها ابنها تسي تشيو أقبل من جيان بسنتين تقريبا جيان كانت مع تشاو علشان تتعرف على تكون زوجته الجديدة بس هي بتتداق وتغضب وتهرب من المكان ساعة الجدة بتطمن تشاو تخرج هي وراها وتاخد معها تشيو علشان تشاو وهي مي يتعرف على بعض ويتفاهمه تشيو لما بيجي يلعب مع جيان بتتخانق معاه ما كانتش عاوزة يكون ليها زوجة أم نعرف ان والدة جيان ماتت من سنة بسبب تسمم حمل في الشهورة الأخيرة كانت رفض لنا تتعالج منه خوفة انها تفقد الجنين بس النتيجة كانت موتها هي والجنين جيان بتاخد فترة على ما بتتأقلم على الحياة من غير أمها كل جرام بقى تشاو كانوا بيضغطوا عليها علشان يتجاوز من تاني فاكري انه مش هيرافعتني بجيان لوحده وانه مهم يكون في حياته زوجة تهتم بيه بجيان شاو كان مواجهة فعلا بيهيمي وبثقافتها وحبها للقراءة وانه بتسأل عن هواياته بيقولها انه مش بيعمل حاجة في حياته غير الطبخ سواء في المطعم أو في البيت علشان جيان على ما مقابلتهم بتنتهي كان جيان بهدلة تشيو تروح مع أبوها وهي مدية جدا ومصممة على انها مش هيكون لها زوجة أب وما دخل البيت بيقابله شاو وأمه جيان بتحكي لها ان والدها كان في موعد مضبر بدأ تينج لما بترجع البيت بتحكي لبينج على ان يتشاو بيدور على زوجها جديدة ولسه زوجته متوفية بقالها مدة قصيرة كانت مدية وبتلوم عليه بس بينج بيدافع عنه لما امراته بتلاقيه بيتعشى بسرعة بتسأله عن السبب ساعته بتعرف انه عنده ناوبة لالية ولازم يروح شغله تخاني معه وصوتهم كان عالي لدرجة انه كل الجيران كانوا سامعين كان يوم كان شاو خلا جيان تاخد تلسلة مليانة بالجوز وتطلع ترحب بالشاو والت وفعلا ويبتعمل كده بكل حماس بس اقول ما الشاو بيفتح الباب وبيليها وقدامه معا كمية الجوز دي كلها يوقع من ايدها كلها على السلم وبيدخل ويه في البف والشه ساعتها جيان بتلم الجوز وهي بتقول لابوها انها تختار الهدية احسن المرة اللي جاية لما بن جبير جاء البيتو بيعرب بالموقف اللي حصل وبيطلب من الشياء وانه يروح معاه يعتذر لجيان لانها مش عارفة بازمة قائلتهم ساعتها زوجته بتعصب عليه وتتخاني معاه وصوتهم كان عالي جدا حتى ان الجيان بتستغرب ليه بيتخانيه طول الوقت من يوم ما انتقلوا ما فيش يوم بيعدي له ولازم يسمعه وخنايتهم كان بيعاني هو الشياء ولان والدته كانت كل شوها بتتخانيه ومي بتغده او يتعشه بتكسر الاطباء وبتقلب الترابيزة ولا بينظف وبيلم اللي تكسر في الصمت تانيهم كانت هيمي جات المطعم تقابلت شاو معها ابنها اي تشيو ساعتها جيان بتتخاني معاه وما كانتش عاوزها يكون موجود ولا ينادي ابوها بأبيه كانت كل ما بتشوف شياء وكانت بتقرب منه بتحاول انها تتكلم معاه ولعابه سوى بس وكان منطوع على نفسه جدا وعلى طول بيره في كتابه بيتجاهلها ولما بيكون في البت بيكون اغلب الوقت يقعد على السلم علشان يتجنب خناهات اهله جيان بتشوفه بتفضل ورات دايقه علشان يتكلم معاه ومع الوقت كان بينجي بتهرب منه ان يرجع البيت وقت الغدى علشان ما يتواجهش مع مراته وتقوم خناه بينه من غير سبب فبقى يروح المطعم بتاعة الشاو وبتغدى هناك وبيرجع على شغله وقتها كان الجداد شافوا وتكلموا معاه وبينصحوا ان يساعد مراته في البيت ويقالله خناه شوية لانه مش عارفين السبب الحقيقي ورخناه فاكرين انه بسبب غيابه طول اليوم في الشغل ويتحمل معاه مسئولية البيت وتربية شياو ساعتها بينجي بيوفقهم على نصيحهم وخلاص فبرضو لما بيرجع البيت بيتقوم خناه تاني على اهون سبب ومع ان الوقت كان متأخر لان شياو كان قاعد على السلم برضو فلما تشاو بيجي رجع البيت وبيلعي كده بيطلب منه ان يجي يتعشى معهم ويلعب مع جيان شياو برفض وكان قاعد بيتعذب من الجوع وريحة الاكل اللازيزة اللي تشاو بيعمله بعدها بكام يوم كانت هيمي جات تزور تشاو وتشوف بيته على اساس انهم هيتجاوزوا قريب ساعتها كان شياو في الحديقة بيلعب لما اطفال الحي بالجمعه حواليه وبتنمروا عليه وده علشان الكل بيسمعه عيلته تخانق ليل ونهار شياو مش بيرد عليهم ولما بيجي ماشي كانوا يضربوه ساعتها بتيجي جيان زي الوحش المفترس تيجم عليهم والطحنهم ضربوا عد علم عليهم كلهم كل كانوا بيخافوا منها وشايفين انها متوحشة وليمكن تكون بنت طبعية شياو كمان بيضربهم معها وبيدافع عن شياو والثلاثة بيتوراته في الخناعة وساعتها ولد الولد اللي ضربه وبتروح تشتكلت شياو ساعتها شياو بيتعمل مع الموقف بعائل وحكمه وبينصح الولد المتنمر انه ما ينفعش انه يتصرب بطريقة دي لانه كبر خلاص ولازم يحمي اصحابه وجيرانه مش يتنمر عليهم علشان شجعه بيتزر له عن الاصابات اللي تسبب له فيها جيان وبيقول له في اي وقت ييجي يأكل في المطعم ببلاش وبعد ما كانت والدته جاء تتخانق مع تشياو بتمشي ويخاجلانة منه منكرم ومنتصرف ابنها شعر جيان في الحي الناعة عضادة والكل بقى بيخافوا منها انه بتعرضوا ليها ولان جيان ساعدت شياو بيروح يخبط على الباب جاب لها مطاهر وادوية علشان الجروح اللي في ايدها بسبب الخناءة بيديهم لابوها وبيجري على شايتهم من غير ولا كلمة بعدها كان شياو حضر للنفسه الاكلة وممطو مش بتصحى من نمها غير الساعة اثنين كانت تعودة على كده وما كانتش بتهتمي بي ولا بتحضره للغدا ولا بتدوره على انها تهتني بي ساعتها بتلاقي الجدات من الجران جايين يعودوا معها وتطمينوا على شياو بعد اخناية النهاردة بتصحوا انها تكون اهدف التعامل مع جوزها علشان خناءاتهم اللي بقى الكل بيسمعها ليله ونهار بينج بتتقبل الكلام بهدوء في الوقت اللي كان شياو خرج يقعد على السلم زي عدته اول ما والده بيرجع البيب الى امراته في حالة يرسلها ملا تشرب ومش محضرة اي عشاء وبتتخاني مع بينج والمرة دي كانت خناءة كبيرة شياو كان برا على السلم هيموت من الجوه وبيتفاجئ بالجيان جاي بتاخده من ايده غصبا عنه علشان يتعشى معهم وقتها بعد العشاء جيان بتديله الصورة بتاعته بعد ما جمعتها والشياو بيفرح جدا لما بتسأل عن اخته له في الصورة بيقولها انها ماتت وانهم قطعت الصورة علشان ينساها ساعتها جيان بتقوله على امها ان ابوها لغاية النهاردة محتفظ بكل حاجة تخصها زي ما هي تاخده على غرفة ابوها وبتوريه كل اغراض امها وصورها معهم اللي لسه مكانها مع الوقت شياو بقى صديق جيان وبعد ما كان بيعد على السلم قدام باب الشاء بقى في كل مرة بينزل دراجتين وبقرب من باب شاء جيان جيان ما كانتش بتاكل اي حاجة حرفيا من غيره كل ما ابوها يحضر الاكل كانت تخرج تجيب شياو وياكل معهم في يوم بقى هيمي بتتصل بالشياو وبتطلب منه مبلغ سلف لان امها مريضة جدا ولازمها عملية شاو مش بتاخر عليها بل انه كمان بياخد شيود معا اليومين دول على ما هي مية ترجع شياو بيجهز له غرفة خاصة بيه ببيته جيان ما كانتش متقبلة وجوده خصوصا انه بقى بينادي ابوها بابي كانت كل شوية تضربه وتعده وتاخد شنطته وتروح ترميها في الشارع علشان ما يرجعش البيت تاني كل يوم على كده لغاية ما في مرة كانت تلات اطفال بتفرجوا على الكارتون سوا والشياو بيعملوا حلو جدا وبقى بيقدم له من كل الفاكهة اللي معاهم من ساعتها التلاتة بقى اصحاب جيان بطلت تدايق تشي وتطردوا من البيت خلاص عليها وببعيدة عن شياو بيطلب منها انها تسيب ويحتفظ بالصورة الوحيدة اللي بتجمعهم ساعتها زوجته بتنهاره بتتهم شياو انه هو سبب موت اخته انه هو اللي قتلها بينجي مش بيعرف يسكتها غير لما بيلايه نفسه باضرابها بعد ما فاض بيه ويابي تيزي ابنه بالكلامه وبتحمله يزنبه فقطاته اخر اليوم كان شياو راجع من المدرسة بيتفاجئ بأمه واخد شنطتها ومشى من غير ما تكلمه ولما جيان بتشوفها بتستارة بانها مش واخده شياو معاها بتقول لها لا مش عاوزات سيبه لها لانها محتاجة اخ كبير ساعتها والدته بترد على جيان من غير ما تلتفت حتى وبتقول لها تحتفظ به يا مش عاوزها اصلا قريده والشياو واف مظلوم بعدها في المطعمة شياو بيعرف من واحدة من الجران قص ببينج وعلته والنمراته من كام سنة حملت في بنتهم التانية ولان القانون بيمنع اي حد يخلف غير طفل واحد وتنفصل من شغلها وبينجي بيتقلل ردبه وكمان بيدفع ورامة علشان انجب طفل تاني وبعد ما بنتهم بتكبر شوية كانت والدة شياو بتسيبها معاه في البيت وبتفل عليهم بالقفل مبارا على ما ترجع من شغلها فمرة شياو بيأكل اخته حب الجوز للأسف بيتقف في زورها وبتخنها وبتموت وبيحاول يكسر الباب واستنجد بحد وعلى مهم بترجع البيت كانت اخته ماتت شياو لما بيعرف الحكاية بيزعل جدا على شياو انه تحمل مسئولية وزنب كبير في سنه الصغار ده مهم انه في الفترة دي بعد ما اقوم شياو مشت وطلعت من ابوه وكان طول الوقت بيقضيه مع جيان وتشيو اللي امه لغاية دلوقتي ما رجعتش ايا كمان واختفت بينجي كان بيرجع كل يوم من شغله متأخر وما كانش قادر والعارف يعاتني بالشياو فكان سايبه مع تشاو وياخد باله منه لما كان بيرجع متأخر ياخده علشان ينايمه في قطو وكان بيلايه ثلاث اولاد ناموا سوى من شدة مهم بقوا مرتبطين ببعض وتشاو بيقرأ لهم القصص بينجي وتشاو بقوا اصدقاء واتفقوا على النوم ويوفقوا حياتهم ويعتنوا بالاولاد تشاو كان بياخد باله منهم وبيحضر الاكل كل يوم وبينجي كان بيدفع له مصاريف المعيشة وبيساهم معه في كل المصرفات وبيجمعوا كل يوم على الفطار والغدع والعشاء بتمر عشر سنين كان شياو في اخر سنة من السنوية وهو والجيان والشيو كانوا اكتر من الاخوات مش شايتين مع النوم فوق بعض لان الكل كان معهم من مفاتيح وما فيش فرق بينهم ابدا ده كان اول يوم مدرسة لجيان لما شاو بيطلب من شياو والشيو النوم ياخدوا بالهم منها جيان بتخرج لهم يا لابسة لبسة مختلفة عن الزين المدرسي وعاوزة تروح كده ولا بتقع لأصابات عشان تخوف الطلبة منها ومحدش يتمر عليها وريدها بيكبرها ناتل بالزياد المدرسي وتروح على مدرستها فيدو بعدها بكم يوم من الدراسة بنشوف جيان بتجري في ممر المدرسة وبتدخل غرفة الإزاعة وفجأة بتنادي في الميكروفون على الشياو بتطلب منه انه يلحاها في قضية نضالها ساعتها الشياو بيسمعها وبيجري بسرعة لانه عارف المكان اللي هي رايحها في الوقت اللي كانت تتوجهها للشيو شيو ساعتها كان بيساعد منجو بيدافع عنها ضد اتنين كانوا عاوزين يخدعوها وياخدوا فلوسها ويمضوها كمان على بسط بحجة النهاء وقعت الدواء اللي معاهم متكسر في اللحظة اللي بتكبر بينهم بتيجي جيان وتحدفهم بشنطتها التقيلة واحد من النصابين بيتصاب والشياو بيجي وكمان يخوفهم ويقولهم انه اتصل بالشرطة وساعتها بيهربوا في ثواني تلاتة بيتعقبوا من المشرف علشان لما هو في مشكلة جيان ما قلتش لحد من المدرسين وراح تنادي على الشياو في الإزاعة المدرسية ولما بترجع البيت شاو بيشوف قلب الطوب اللي كان في شنطتها بالصدفة وبتصدم بفتكر بنته زعيمة عصابة تاني يوم كانت مينجي عزمت جيان على اسكريم علشان تشكرها على موقفها معاها وجيان طبعا مش بتروح لوحدها وبتفاجئ مينجي بانها واخدها معاها الشياو وتشيو ولما مينجي بتشوف من وراي بعلاقة جيان بالشياو وتشيو والنهم بالنسبة لها اخواتها الكبار وفيش حاجة بتفرق بينهم بيتمنى ان يكون لها اخ كبير زيهم من وقتها ومينجي بقت صديقتهم الرابعة بالنسبة لمينجي كانت جيان هي صديقتها الوحيدة مينجي كانت شخصيتها مختلفة جدا عن جيان قريتها مستقرة مدينة والدتها بين عليها انها شخصية الاستقلاطية اوي تحكم في كل اللي حولها وبتفرض عليهم رأيها بالطريقة وما حدش بيعرف ان يعرضها وفي يوم اجتماع الاباء كانت بتتباهى طريقة تربيةها المينجي وانها ازاي متفاوقة في دراستها وبتحاول انها تخليها تتصحب مع الطلبة المتفوقين وبس وعشان من قدرت ضغط والدت مينجي عليها ما كانش عندها شخصية ومش بتعرف تاخد قرار ولا تختار وعلشان كده كانت شايفة جيان احسن منها بعد ما بيرجعها من المدرسة بينجي بيتفاجئ بان جدة شياو بتتصل وعاوز اتكلمه شياو بيتفاجئ وبتصدم حتى انه مش بيعرف في كم بالاكله وبيطلع على قطه بسرعة مشكلة دلوقتي بقى ان بينجي بيعرف ان والدت شياو اتجاوزت وخلي في البنت تانية واحتيج المدينة تستقر فترة واتدخل بنتها المدرسة هنا وكانت الجدة بتتصل ببينجي علشان يساعدها في اجراءات بينجي كل شوية كان شايل هم بتأثير الحكاية دي على شياو ام ادخلت عنه من عشر سنين ودلوقتي جاي عاوزة تفرض عليه بنتها اللي هي بتعتني بيها واجرته ساعتها كان الجيان هي وتشيوا عاديم مع الشياو بيحاولوا انهم يهونوا عليه ويخلوا يتعشب على مساب الأكل وقام بس الجيان سنتها بتوجعها فجأة والشياو بيشوفها بيلايها مسويسة جدا وبيعيدها انه يبقى دكتور أسنانه علشان يعليقها من ناحية التانية كانت منجي في طريقة للمدرسة والدتها بتخانئ معها علشان تبعد عن جيان علشان مش متفوقة وتأثيرها هيكون سلب عليها منجي بتقولها ان الشياو يبقى أخوها وهو اللي بيطلعها الأول على الصف كل سنة ساعتها والدتها بتتراجع عن كلامها لما ابترى في النها طيضي وقت مع الشياو وتتأثر بتفكيره وزكاه الفاصل كان شياو مركز في الدرس لما حد من زميله بيقوله ان فيه واحدة بتسأل عليه ساعتها بيخرج يشوف مين وبيتفاجئ بيلايها أمه لكانت أول مرة شوفها من يومها جارته والأمراض تصلت بيه حتى بالتليفون تتطمن عليه شياو بقى بيروح يقود معها ويشوفها عايزة إيه بيليه حجاية عاوزة تصلح لألاقة بينهم وكمان جاية وجايبة بنتها الصغيرة علشان تتعرف عليه وهو ما كانش متقبل ده وبيسيبها وبيمشي بعدها بينجي بيقبلها وبيتخاني معها لما عارف انها قبلت شياو من غير ما ترجع لها وتستأزنه وانها جارته بمزاجها ودلوقتي راجع بمزاجها زي ما يكون شياو ده لها بتسيبها وقت ما تزهق وتلعب بيها وقت ما تحب ومرها ما عملت حساب لماش عارف يوم من الايام ان يوم ما فقدت بنتها ويا كانت بتلومه وتسببت له في أزا نفس جديد مع اني مش مسئوليته انه عنده طفل ست سنين انه يعطيني بأخته طول الوقت علشان هي في الشغل كانت بتلومه علشان ما كانتش عاوزة تواجه الحقيقة والنزام بزنباهية المهم ان بينجي بيهددها تبدع عن شياو بيرجع لبيت يحكي لتشاو اللي حصل ما كانوش عارفين يعملوا ايه تاني يوم بيتفاجهوا ان جديده جاية وجايبها اخته الصغيرة لينج وبتسيبها وبتمشي علشان تحطه قدام الامر الواقع يعرفها واعتني بيها وقتها كان الجوا بيمطر ومش بيعرفوا انهم يرجعوا لينج لامها ولينج كان وضع على انها مش بتحب جياني وكانت بتحجمها طول الوقت من كلام امها عنها وترفض انها تقعد مع اي حد غير شياو دلوقتي اللي كانت والدته مع الجدة وبتلومها انها تخلت عن ابنها في يوم من الايام لانها نصحتها متسجوش لان اللي هتزرعها هتجنيه وانها لو سبيته لحد تاني ربيه تبقى خسرته للأبد في البداية ما كانتش فاهمة ده بس دلوقتي اكتشفت ان الجدة عندها حق بروح لتشيو اللي كان بيلعب كوريتسالة مع اصحابه لما بيلمح واحدة ماشية في الشارع تشبه امه فبيجري وراها زي المجنون يوقفها بس بيتفاجئ انها مش امه حلو في الموضوع ان بينجي وتشيو بوا اصدقاء مقربين جدا على مر السنين حتى ان كل واحد منهم كان بيوم بمهمة مختلفة علشان اولادهم بينجي كان هو الاب بيروح شغله بساعة في مصاريف المعيشة بشكل كبير وتشيو كان بيوم بكل الاعمال التانية وحنيته عليهم كانت بيخليها زي ما يكون الام والتلاتة كانوا بيحكولوا كل حاجة بيحبوا يتكلموا معاه بينجي اللي ما كانتشي فهمها سر العلاقة القوية بينجيان والشياو وتشيو لان ما فيش اي رابط دم بينهم وازاي بتقول عليهم اخواتها الكبار في الوقت اللي كان شياو راجع البيت بيسمع الجدات في المطعم بيتكلموا عن امه بيلوموا عليها انها راجع دلوقتي تدور عليه وانا الانسان مش بيعرف قيمة ولاده في حياته الا بعد ما بيجبر في السن في الليلة كان شياو وتشيو صهرانين على السطح مستنيين يشوفوا النايزة كلها يعدي ساعتها تشيو بيسأل شياو عن السبب اللي خلى امه تهجره وتتخلى عنه شياو ما كانش عارفه ما عندهش فضول انه يعرف اصلا لانه مش فارق معاه نتيجة واحدة في كل الاحوال بسبب مش تبرير ابدا انها تتخلى عنه وتهجره بكامل اراضيتها وتنسى ان عندها ولد السنين دي كلها ساعتها تشيو بيقوله ان اكتشف انهم مجرد اشياء اهليهم بيتخلوا عنها وقت ما يحبوا وهم نفسهم ما يداروش يعملوا العكس ويتخلوا مثلا عن اهلهم تشيو من جوا كان بيتمنى انه يلاقي امه يعرف اي حاجة عنها وكان مفتقدها جدا وكل اللي كانت شاغله وذي عرف اجابة سؤال واحد هي ليه تخلت عنه يعني شياو والدته هجرته علشان تنسى الماضي كله باللي فيه حتى لو كان ابنها وجيان والدتها توفي لما هو مش عارف ليه امه سابته اصلا في الوقت اللي كانت والدت شياو واخدها بنتها ورايحة علشان تسيبها معاه بس رينجي كانت رفضة لانه بتجاهلها مش حاسة انه يحبها زي جيان بس هي بتقناها وبتاخدها على مطعن تشاو وبطيض اليوم مع تشياو علشان يتقربهم بعض وربطة الاخوة بينهم تبقى يوم عيد ميلاد تشيو كانت خلته لانجات علشان تحتفل معهم تتكلم مع تشيو لوحدهم وبتفاهمه انه لازم يكون مطيع لتشاو وياخد رأيه اعتبارا انه هو اللي بيربيه ولازم يكون ممتن له ويقدره تشاو بيسمعهم بالصدفة هو بيناديهم للغدا والكلام بيدايق جدا ولما بيحتفلوا كان ما بقاش في وعيه وبيقول لشياو وتشيو انهم لتنين ولاده حتى لو ما كانش فيه بينهم رابط دم لان العيلة في القلب اوى من اي رابط دم واللي كان بيزعله ان تشيو كان بيقوم بالمهام المنزلية طول الوقت علشان يعوض احساسه بانه عب على تشاو بس تشاو عمره ما اعتبره عب الى هو ولا تشياو بالعكس اذا كان بيعتبرهم هدية من ربنا علشان جيان كان بيتحلم ان يكون عندها اخ اكبر فربناها بعت لها اتنين بفتكر تشاو اليوم اللي بيروح يطمن على تشيو في قرية جدته الى ايم البهد الهناك وبشتغل مع انه ظهر في السن بيطلب من الجدة انها تسيب له تشيو ربيه هو فانا الجدة بتوافق علشان ترتاح من الوصريف اللي هتكلفها في تربيته لان مستواهم مش احسن حاجة من وقتها تشيو كان بيشتغل وبسهد تشاو في كل حاجة خوفا من انه يتخلى عنه فيه على فترة الان بتيجوا معا رسالة من هيمي بتطلب من تشيو في الرسالة انه يربي تشيو يوش هتسأل عنه تاني وتنزلت له عنه لانه ظروفها اصعب من انها تعرف تشتغل وتعيله في الوقت الحاضر كانت جيان في البيت لما بتتفاجئ بلينج جاي تدور على الشياء وبتسألها عليه وبتقنع انها تروح تدور عليه معاها وفعلا جيان بتروح معاها ومماشين ونزلين السلم جيان بتتفاجئ ان لينج بتعمل على السلم وبتنقلها على المستشفى بيكون دراحة قصر ساعتها والدة لينج بتيجي وبتلوم على جيان وبتتهم انها هي اللي وقعت لينج قصرت لها ايدها علشان مش بتحبها بعد ما جيان بتمشي مع والدها والدة شياو بتطلب منه ان هي اتني بأخته وزي ما بيعامل جيان يعملها علشان هي اللي أخته بالدم شياو بيرد عليها وبيقولها ان اللي في قلبه لجيان محدش هياخده أبدا حتى لو كانت أخته لانه من زيها بيقول على أمه يعني وده على أساس انها انها أخته بالدم وبس كواجب عليه مش علشان هو بيحبها بل بالعكس كانت طلوقت عس وشايف انها تفرضت عليه وهم راجعت لهم عليه زي زمان لما اتحميت ان هو اللي قاتل أخته جيان ودشيو كان عارفين ان الشياو تعيس من لحظة ما أمه مظاهر التاني في حياته ومش عارفين يساعدوه ازاي غير انهم بيصهروا طول الليل يستنوا لما يرجع علشان يهونوا عليه تاني يوم كان الجد تشياو اقناعت بنتها انها تسيب لينج مع شياو وترجع هي صنغفورة علشان تكبره ان يأتني بيها ساعتها تشياو بييجي والد تشياو بتحاول انها تدي له فلوس علشان تعوض عن المدة اللي اعتنى فيها بابنها بس هو بيرفض ياخد منها اي حاجة وبيقولها ان الشياو ابنه اللي مش من دمه ساعتها الجدة بتغضب وبتعرف انهم خسر شياو للأبد ان كل ولاو بعيدة ليه وقتها لما لينج بتخرج من المستشفى وما بتسافر بيها وبيرجعوا صنغفورة في يوم جيان بيجي لها تليفون من حد بيقولها انها فازت بالجائزة الاولى في النحط الخشبي طبعا بتنفل في وش السكة لانها مقدمتش اصلا في المسابقة ساعتها شياو بيقولها انه اخد المنحوط الخشبية اللي كانت عملها واشترك باسمها في المسابقة من غير ما تعرف جيان كانت متفاجأة من تصرف شياو وفرحانة في نفس الوقت انها فازت بالجائزة لانها كانت اول مرة تفوز بالجائزة في حياتها طبعا كلهم كانوا فخورين بها وبيعملوا احتفال في المطعم وبيعزموا فيه كل الجران بعد فترة بتيجي طالبة جديدة لفصل مينجي وجيان كان اسمها تانج سان وبرغم انها كانت صغيرة زي يوم اللي انها كانت نجمة اعلانات مشهورة وهم كانوا مستغربين تصرفاتها واسلوبها المميز المشاكل بقى مش بتنتهي لغاية كده بعدها بيومين كان تشيو في المدرسة لما بيتفاجئ بابوه الحقيقي جاي بيدور عليه وعاوز يقبله وياخده ويسافر معاه ساعتا تشيو بيتخاني معاه لان عمره معرف ان له اب غير بالاسم بس وجوانج ده عمره ما سأل عليه بتليفون ولا تحمل مسئوليته من قبل حتى ما يتولد بس جوانج بتحجج بانه زمان كان فقير وسافر علشان يشتغل وبقى غاني ودلوقتي راجع علشان يعوضه بس الحياة انه مش يعوضه ولا حاجة ده علشان اكتشف ان الزوجته مش بتخلف فكان عاوز وريسه علشان يشيل اسمه ويكمل مسيرته تشيو مش بيقول لعلته بان جوانج زاره مش بيقول غير لخالته لان وبيعرف منها اللي حصل زمان ونكتشف انهم التلاتة مش هما بس اللي عندهم مشاكل معاهلهم تانج سانج كانت والدتها بتقلل منها وبتحكم بحياتها وبتكبرها انها تصور اعلانات ويكون عندها مستقبل في التمثيل في الوقت اللي كانت منجها كمان ما عنداش اي قدرة انها تاخد قرار او حتى تختار اكلة في مطعم او لبس جديد كانت والدتها اللي بتقرر كل حاجة وده تسبب في ضعف شخصيتها وترددها طول الوقت في يوم كان تشيو يتفاجع ان جوانج ابو الحقيقي جي المدرسة وساب له هدية كمان وجايب لكل اصحابه اكلات سريعة ساعة تشيو بياخد كل حاجة جوانج جابها وبيروح بيها يرمهاله على الارض وبيقول له يبعد عنه علشان هو مش معتبره ابوه وان ابو الحقيقي هو ليه هاند شاو لربها السنين اللي فاتت مينجي كانت شافت الموقف وعرفت اللي بيحصل في الوقت اللي كانت جيان مع الشيو عند طبيب الاسنان وكانت خايفة جدا ومرعوبة شيو بيطمنها وساعتها جيان بتمنى ان يكون طبيب اسنان علشان دي الحالة الوحيدة اللي هتخليها ما تخافشي لما بيرجع البيت كانت مينجي جاية للجيان علشان طيضي معاه اليوم تحكي لهم على اللي حصل مع تشيو النهاردة والنابو الحقيقي جاله المدرسة وعندما تشيو بيدخل البيت جيان وشيو بيسأله عن حقيقة الوضع فتشيو بتعصب على مينجي علشان بتدخل تاني يوم كان تشيو جاله تلفون من جوانجي بيطلب منه يقابله ولما بيجي فعلا كان عاوز ياخد تشيو بيدي لتشيو مليون دولار تعويض عن تربيته له تشيو بيرفضه بتروده بالوقت اللي كان جوانجي خارج من البيت التلاتة كانوا راجعين من المدرسة وبيتخنوا معاه بس جوانجي بيهدد تشيو علشان يسافر معاه يدرس في الخارج وإلا هيبوا وظلوه بحياته المشكلة ان تشيو كان بيفكر طول الوقت في أمه وتشيو بيطمنه وبعد أمه في أي قرار ياخده جوانجي مش بيستسلم وبيروح مرة واثنين لتشيو علشان يقنعه ان يخلي تشيو يسافر معاه بس تشيو بيطرده في كل مرة فبيقرر جوانجي انه ينتهم منه لما جان بتيجي راجعة من المدرسة بتكتشف ان مطعم أبوها مأفور ودي عمرها ما حصلت نادر جدا انه يتقفل بالشكل ده لما بترجع شايتهم تدور عليه وتفهم فيه ايه مش بتلاقي اي حد لما بتصر عليه بتعرف انه في المستشفى بتكتشف ان واحد من الزباين جاله تسامم غزائي وتقفل المطعم بسبب كده ساعتها تشيو بيتدايق جدا لانه كان شاكك ان جوانجي هو اللي ورا المشكلة اللي حصلت في المطعم بالليل كانوا تلاتة بتمشوا في الشارع وجيان بيتكلم معهم على انهم هيتموا التوانتاشر سنة خلال كم يوم وتاهي له ونفسهم كبروا فجأة بوشهلين عباء البالغين والحياة تتغير مرة واحدة ساعتها تشاو بيقول لها ان مواقف الحياة تجاربها هي اللي بتخليهم يكبروا فجأة وده مش مرتبط بسن معين ابدا تشيو كان ماشي معهم بيسمع بس هو شايل هموم كتير ومتدايق من كون امه واجرته وابوه يمكنش يعرفه اصلا ظهر فجأة دلوقتي وقاليبلو حياته يلوقتي عاوز ياخده ويبعد عن الحياة اللي عاشها وكل الناس اللي حابوه بجد تاني يوم تشيوه بيروح يقابل جوانجو ويسأله لو كان هو اللي وراء في المطعم وبطلب منه ان يبعد عنهم من سيد تشاو ويشوف شغله لانه هو الوحيد اللي اعتنى بيهم على مدار السنين من غير اي مقابله بكل حب بعد كم يوم كان معاد الاختبار النهائي اللي شياو تشيو زي العادة جيان كان مالية الجو وبطاقة الايجابية وتفاولها الزايد وبتكبرهم انهم يعملوا خطوات معينة ويدخلوا المدرسة من بوابة تانية علشان يكون الحظ حليفهم النهاردة وينجحوا في الاختبار بدرجات عالية ويقدروا يدخلوا الكليات اللي بيحلموا بيها حتى انها بتصمم انهم يلبسوا بناطيل معينة علشان من وجهة نظرها انها جلبة للحظ الحكاية مش بتنتهي لحد كده اللي بتروح معاهم ومش بتسيبهم لحظة واحدة علشان تشجعهم وتضمن انهم ينفذوا كلامها بعد كامي يوم كانت مينج في الفصل بتسلم الموضوع اللي طلبوا منهم الأستاذ تكلموا فيه عن اكتر حد ساعدهم وخلهم يتغيروا جيان بتتفاجئ ان مينج بتحكي عن تشيو والموقف لما انقذتها من الاتنين اللي كانوا هيسرعوها ساعة جيان بتدائق جدا لانها هي اللي ساعدتها اكتر ومينج بتحاول تصالحها ولما بيروحوا المطعم سواهم الاربعة بتصادف انهم يكونوا في الترابيزة المجاورة للترابيزة اللي كانت عليها التانجسان واهلاء وبيسمعوها يبتخاني معهم ولما بتكتشف تانجسان انهم سمعوا كلامهم تخاني معهم علشان لو حد عرف من المدرسة الكل هيترياو عليها تانيهم كانت جيان في الفصل بتتفاجئ بقلب الشوكولاتة في الديسك بتاعها كانت تانجسان هي اللي ساعدتها علشان تضمن انها مش هتتكلم وتحتفظ بالسر في الوقت اللي كانت شيو في البيت مع تشاو بيعمله اللاصقات الطبية على كتف المصاب من كتر الشغل تشاو كان الان ان جوانج يكون قابله ولما بسعروا تشاو بينكر علشان ما يدعيش وبيقيل عليه بعدها لما جيان بترجع من المدرسة وكانت بتذاكر مش فهم حاجة تشاو بيحاول ان يفاهمها وبيضربها على رأسها فبتتعصب عليه وبتقوله ان لو فضل يضربها كده هتبقى غبية ومحدش هيرضى يتجوزها ساعتها تشاو بيفجئها برضو بيقولها ان هو اللي يتجوزها مهما كانت غبية جيان بتتوتر وكانت فكرة انه بيهزر بس من نظرته ليها بتعرف قديه وبيحبها بعدها لينج بيجي البيت بسرعة ياخد شاو ويروح على المستشفى علشان جدته تعبانة جدا وبين الحياة والموت اول ما شاو بيسمع الخبر بيتصدم وبيخاف من الصدمة مشكلة الكبيرة بقى انهم لما بيروحوا المستشفى كانت امه لسه ما جاتش من سنغافورة كانت في طريقة لسه المطار ومش هتوصل لتاني يوم جيان كانت قلعانة جدا من ان شاو هيتطر يقابل امه تاني ويتعامل معاها وحسن وش هيكون مرتاح تاني يوم كانت الجيدة بتموت لما شاو بيجيلي تليفونه بيعرف ان امه عملت حدثة في طريقة للمطار وجوزها مات ويحالتها حرجة وحيدة لينجت كانت اخته الصغيرة شاو ساعتها بيحس ان الدنيا كلها فوق كتافه ومش عارف يعمل ايه وكان واقف في النص تايه ومحتار خلو بيبدأ انه يعمله اجراءات التأشيرة علشان يسافر لامه يأتني بيها بعد ما يعمله جنازك جدته جيال لما ابترف كانت قلقانة على شاو ازاي هيقدر انه يتعامل مع كل ده مرة واحدة زي ما يكون كبر في امه ليلة وباية الدنيا كلها عليه طول فترة الكام يوم دول كانت جيان مش مركزة في اي حاجة وفقدت مراحل في الوقت اللي تشيو كان بيفكر في حكاية انه يسافر مع جوانج يكمل دراسته برا علشان يشيل من على شاو عبق مصاريفه لانه مش هيعرف يصرف على دراسته هو وجيان في الوقت اللي كان شاو في المستشفى مع امه مستنيها تفوق من الغيبوبة واختصغيرة بتتمسك به وبترفض انها تسافر مع جدتها لابوها وهو مش قادر يتخلى عنها شيو كان بيحضر اغراضه وبتخلص منه كتبه كلها لما بيجي له تليفون من المدرسة بيعرف ان جيان وقت من على السل متصابت ساعتها بيجري يتطمن عليها وبفتكر ان جوانج هو اللي عمل كده علشان ينتقم منه وعلى ما بيرجعه البيت كانت الاسعاف نقلت ابوه من المستشفى وساعتها بيجرز المجانين علشان يتطمنوا عليه في الفترة دي بعد ما تشاو بيتحسن شوية بيستغل فترة اغلاق المطعم وبيعمل فيه تجديدات وتوسيعات في يوم بيتفاجئ بهي مي كانت جاية ترجع له الفلوس اللي كانت مستلفاها منه وفوق منها كمان بس تشاو بيرفد ياخد غير المبلغ اللي الدولة بالزبط بيعرف منها ان جوانج تواصل معه علشان تشيو ومية بتنصح تشاو ان يقنى تشيو ان يسافر مع ابوه ولانه بحالة المادية دي مش هيعرف يساعده سومان تشيو بيحبه ومقدر اللي عمله علشانه وفي النهاء يرجع له تاني ساعة تشاو كان بيطلب منها انها تستنى لما تشيو يرجع من المدرسة علشان تقابله بس بترفض وبتطلب منه انه ما يقولش لتشيو عن زيارتها النهاردة لانه عندها عيلة جديدة وجوزها ما يعرفش ان ليها ابن كبير ومش عاوزة تباوز حياتها تشاو بيتفاجئ من رد فعلها وبيتدايق بس ما كانش في ايده حاجة يعملها لما بيفكر في كلامها بيلاي ان عندها حق وان الانسب لتشيو انه يسافر يدرس بره ويعيش حياته وما يمفعش انه يخليه جنبه وفي سنغافورة كانت شاو في ورطة كبيرة ومن ناحية تانية كان عاوز يقدم في الجامعة علشان يبدأ درسته في العام الجديد في نفس الوقت اللي كانت امه عملت عملية في العمود الفقري علشان تستعيد قدرتها على المش خاله ما كانش عاوز ان يعتني بيه ومش فاضي اصلا وحاجة استذكرة علشان يرجع الصيني يشوف شغله وعم اخت تخلى عنها هي كمان علشان يروح يشوف شغله وكمان في الاخر ما كانش يحد يعتني بتنج وبنته غير شيئا والحكاية ما كانش تسهلة لانها دلوقتي مش تتحرك ولزمها فترة طويلة من العلاج وكمان اخت الصغيرة وجمعته حرفيا في امه ليلة كان كبير عشرين سنة من العبء اللي شألو امه اللي اتخلت عنه زمان وهاجرته علشان انانيتها وانها كانت شايفة انه مجرد رؤيته بتتعبها لفت ليام وضارته بقتها اللي محتجاله وما فيش اي حد يعتني بيها في ازمتها غيره شيئا ما كانش عاوز يشهل المسؤولية دي لوحده لانه اصلا مش بيحبه امه علشان اللي شافه منها بس كان مكبر غصبان عنه في الوقت اللي كان تشاو بيتكلم معan لينجو بيحاول يقنوع انهم يتكلموا مع تشيو يقنوع انه يسافر مع جوانج وبعدها يبقى يرجع لهم داني كل ده علشان مصلحته بس في الوقت اللي كان تشاو هيتكلم معاه بيتفاجئ ان تشيو بيقولهم انه بقرر انه يسافر مع جوانج يكمل دراسته ساعتها تشاو بتصدم عنه اللي كان عاوزي في نوعب كده المومني تشيو كان أخذ القرار ده علشان يحميهم وعلشان ما يتقلش المسؤولية على تشاو بخصوص مصاريف دراسته وكمان علشان صحيته ما بيتش زي الأول وبقى بيتعب كتير تشاو بينهار علشان تشيو هيسافر ويبعد عنه معنه مش ابنه من لحمه دمه إلا إنه كان متعلق بيه جدا هو بيعتبر الإذن اللي ربنا بعته له دية في الوقت ده كانت جيام بره بتشتري هدايا عيد ميلاد تشيو وتشيو تسيب له كل واحد ديته في قطه شيو مش بيرجع الصين في عيد ميلاده وكان قرر أنه يرجع بعدما أمه بتحسن شوية بس لما خاله بيعرف أنه عاوز يسيب أمه ويرجع الصين بيتخاني معاه وبيتهمه أنه أناني وأنه أمه كان عندها حق لما تخلت عنه بالليل كان شيو صهرانه قدام استمار التقديم الإلكترونية ومش عارف أن يملاها ويقدم طلب التحق للجامعة اللي كان بيحلم بيها دخولها في الصين لما أخته الصغيرة بتفاجه وبإنها بتهني بعيد ميلاده بعد كم يوم كان شيو رجع الصين وجيان بتفرح جدا لعودته ورجع تلاقي جبيتها ومراحل زايد أول ما بتشوف شيو بالليل كان هو وشيو عادينا على السطح وبتقوم بينهم خناء أول ما شاو بيطلب من شيو أن يعتني بجيان علشان هو يركع صنغفورة وهيكمل دراسته هناك علشان مش هيعرف يسيب أمه واخته شيو بيضربه علشان هو كان مسافر ولما جيان بتعرف أنهم اللي اتنين هيسفروا ويسيبوها بتنهار وكانت رفضة جدا بتخانئ معهم لأن أهليهم هم اللي هيسفروا علشانهم هم نفسهم اللي تخلوا عنهم زمان فجأة جيان بتلاقي نفسها وحيدة وكل واحد منهم رجع ليلته الأصلية لما بتفل على نفسها وبتبكي شيو بيحاول أن يهون عليها بلها أنها لما تكبر هيعيش معها للأبد بس ما كانتش مسدقة وشايف أنهم لما يمشوا دلوقتي خلاص مش هيكون أخوتها شاو كان عارف أنه جيان مش متقبلة سفرهم علشان لسه صغيرة وعقلها طفولي وشايفة الدنيا أبسط من الحقيقة بس شاو كان عارف أنه ده مصيره يحصل وما ينفعش أنهم يضحوا بحياتهم ومن الأفضل أنهم ينطلقوا الواحد في طريقه لأنهم مش هفضروا في نفس الطريق للأبد الحياة في الآخر هتبعدوا مع بعضه كل واحد أكله حياته ودراسته وعيلته اللي هيكونها الواحده شيو بيرتح شوية بكلام شيو بيتفق معاه أنه هيرجع له أول ويخلص دراسته برة تاني يوم لما لينج بيعرب بالدخال شيو عمله بيتصل بيه تخانئ معاه لأنه ما ينفعش أن يرمي كل المسؤوليات دي على عاطق شيو كل واحد منهم كان بيحضر شنطته على شام يسافروا بلاه دي جيان ويفروحوا بيها جدا قبل ما شيو يسافر بيطلب من منج أنها تاخد بالها من جيان ودعتني بيها وتطمنوا عليها على طول جيان أصلا مش بتسلم على حد منهم ومسافروا بتسافر عند جدتها في الريف طول الأجازة مش بترجع غير بعد ما بيسافروا فجعل بيط بيفضع على شاو في الفترة دي كانت جيان علاقتها وصداقتها مع مينج وتانج سان باعتقاوة ومن ثلاثة بأصدقاء مقربين ودي أول مرة في حياتها تتصاحب مع بنات زميلها لأن وجد شيو الشاو في حياتها كان ماليها ما كانتش بتقضي وقتها غير معهم هم وبس مع الوقت جيان بتدرك أن دي سنة الحياة وأنه كنت شيو الشاو ما فيش بينها وبينهم مراب الدم كان هيمشي فيهم من الليام ولدا بيفاهمها حجم الضغوط اللي كانت عليهم منهم ما كانوش عاوزين يبعدوا عنها أصلا بس الظروفية اللي حكمت بتمر الليام والسنين وجيان كانت بتقبر وعلاها نضج وتواصل مع شيو الشاو من خلال مكالمات فيديو بتجمعهم الثلاثة معاها هي ولينج وأبوها شيو كان بيدرس في انجلترا والشاو في كلية طب في سنغافور هي كمان بتدخل الجامعة وبتبدأ أنها تعيش حياتها كنضجة وبتدخل كلية الفنون وبتتخصص في النحت وكانت موهوبة جدا اليام مرد بسرعة وتخرجت بس العلاقة بينها وبين شيو الشاو بقت مقتصرة على السلامات وبقت سطحية على غير العادة وبعد ما كانوا بيتكلموا في أي حاجة وكل حاجة دلوقتي بقى صعب النومي له حتى موضوع يتكلموا فيه بيركتشفن طول السنين دي كانت منجي بتتواصل مع الشاو بيبلغوا كل أخبار جيان وجيان بقى بتعمل مشروع مع صديقة ليها بيعمل ورشة نحته بتدخل حياة الرشدين وبتعتمد على نفسها بس يطول الوقت كانت حاسة بفراغ جواها من ساعة ما بادلت عند شيو الشاو في الآخر بتنتقل هي ومينج وتانجسان ويسكنهم التلاتة مع بعض في المدينة الشاو بيرجع الصين ومينج هي اللي بتستقبله في المطار ودي كانت أول مرة له في الصين بعد تسع سنين عاشهم في صنغافورة في الوقت اللي كانت جيان في معرض فني وهنا كان بتفرج على المنحوتات ويا متحمسة جدا لما مرة واحدة بتوع على الأرض شاو كان في البيت مع تشاو وأبو لينج بيرحبوا بي لما فاجأ بيجي تلفول تشاو إن جيان في قسم الشرطة ساعتها بنتفاجئ إن تشيو يرجع هو كمان من صفره وهو اللي كان بيطار تشيو في المعرض ومسكها بلما توع بس هي علشان ما كانتش تشايفة وشه بتفتكر أنه تحرج وبتاخد على القسم وهناك بتفاجئ إنه تشيو بنازل عن المحضر وبيخرجه سوا وساعتها كان شاو جاي يجري لما بيلاقيهم الاثنين وعفين برة جيان كانت في صدمة ومش مستوعبة اللي بيحصل لأنها ما كانتش يتعرف إنهم رجعوا وانا واحدة بعد التسع سنين لقيتهم قدامها وما كانتش عارفة حتى تتكلم معهم في أي حاجة وبتهرب وبتسيبهم حدش فيهم كان يعرف خالص إن تشيو رجع البلد وبطلب من شاو جيان إنه ما يعرفوش حد لغاية ما هو اللي يفاجئوهم بنفسه بليل كان تشيو راح المطعم بس ما كانش عنده لجورة إنه يدخل يقابلهم جيان بتصرط للليل تفتكر ذكراتها مع تشيو الشياو بساعتها كان شياو فاجئ أبوه إنه يسكن في شقة في المدينة قريبة من جيان علشان يخباله منها تاني يوم كانت جيان رايح عيادة الأسنان مع مينج اللي كانت واخدها غصبا عنها بس المفاجأة أن طبيب الأسنان بيكون هو شياو يعني حقل جيان أمنيتها لما تمنت في يوم إنه يكون طبيب أسنان علشان يعالج لها أسنانها من غير ما تخاف تفتكر جيان بقى هيكون رد فعلها إيه وإيه اللي هيحصل من المفاجأات تاني في حياتهم بعد ما جيان بتحس بألم شديد في أسنانها مينج بتبديها يد الأسنان غصبا عنها وقول ما بيجدرها كانتها طهرة بس مينج بتدخلها بالعافية ولما الدكتور بيبدأ يفحص أسنانها ويعالجها كانت جيان متوترة جدا تتفاجئ بأن الدكتور بيهديها بنفس الطريقة اللي كان شياو بيهديها بيها لما بيقولها تركز في ضوء الكشاف وتتخيل أنه جحر أرنب كل دها وهي مش عارفة أن الطبيب هو شياو نفسه تتفاجئ بيه لما بيخلصه بيشيل الكمامة من على وشه وساعتها جيان بتوقف مزهولة بعدها جيان بتعرف من شيان أنه هو اللي طلب من مينجي ييين نها تخبي عليها أنه طبيب أسنان وجيان بتفتكر زمان لما كان بيهديها في كل مرة بتزور طبيب الأسنان ولما جيان بتمدحه وبتقوله أن البلط الأبيض لايق عليه جدا لينجي شياو بيقولها أنها الأجمل فعنية ومش شايف حد غيرها زاعتها جيان بتتوتر وبتمشي بسرعة لأنها مش متعودة على أنها تسمع متحة خصوصا منه لأنه بقى له كم سنة مش بيتواصلوا مع بعض زي ما كانوا في طفولتهم بعدما جيان بتمشي زيت شيو ييجي يابل شياو تجده يعرف منه إذا كانت جيان تواصلت معاه وتقبلت رجوعهم المفاجئ وإلى لسه متفاجئة ومش عارفة تتأقلم شياو كان مستغرب أن زيت شيو لسه لغاية النهاردة ما رحش يسلم على الأب بلي ويعرفه أن رجع بس زيت شيو بيقوله أنه عامل خطة علشان يفاجئهم بيها هما الاتنين كانوا حسين بالذنب أنهم بعده كل الفترة دي ومقدرين أن جيان اتغيرت من إحساسها بالوحدة في غيابهم وزيت شيو كان مقرر أنه مش هيرجع لجانج خلاص ومش هسمح له أنه يتحكم فيه ويكبره على حاجة ومش هيسيب الصين تاني علشان يأتني بالأب بلي وجيان بعدها كانت منج راحة الشقة المقابلة لشائيتهم علشان تنظفها لأنها أجرتها للشياو علشان يكون قريب من جيان بس لما بتدخل الشقة بتتفاجئ بزيت شيو فبتتصل بالمالك تتخانئ معاه علشان حد التاني أخذ الشقة بس زيت شيو بيقولها ابن عام المالك وسمح ليوعد في شائيته الفترة دي طبعا منج مش بتعرف تعمل ايه لأنها سبق ودفعت الإيجار ولما بتكلم المالك بيقولها أنه هيحاول لها الفلوس تاني منج بتحاول تقنع زيت شيو أنه يمشي من الشقة وهي هتساعده يلاقي شقة تاني أحسن من دي السواب يرفض بالليل كانت جيان رايحها مطعم ولما بتدخل كانت الدنيا ظلمة وبرا الجو بيمطر وبرق ورعد وهي بتخاف أصلا ومرة واحدة بيظهر زيت شيو قدامها وبيفجاهها بأن المطعم ده بتاعه وعمل فيه كل الحلويات اللي هي بتحبها علشان تكون سعيدة بس الجيان كان رد فلاه غير ما توقع بتسيبه وبتمشي بعد ما بتحس بالحرج في الوقت اللي كان شيو راح يزور جيان في بيتها هي وصديقتها وجاب لها هدية بس هي ما كانتش موجودة لما بترجع ما كانتش تارب وجوده بتحكي المنج وتانج سان على الموقف اللي حصلت معاها النهاردة وأنها مش متقبلة وجودهم في حياتها فجأة كده بعد ما كانت تعودت على غيابهم ساعت أشيان بيسمعها وبيعرف حيات مش عيرها وأنها ديه يا متلخبطة ومش مستوعبة أنهم مرة واحدة بقوا حواليها من تاني ومش عارفة تتعامل معهم زي ما كانوا في طفولتهم ومن ساعتها كانوا مستنين المستجر الجديد اللي هما ما يعرفوش أن زيتشو ولما تانج سان بتسمعه بيفتح الباب بتخرج علشان تتكلم معاه وتقنعه أن يسيب الشقة للشياو ساعتها زيتشو كان متنكر وبيحاول أن يدخل الشقة من غير ما حد يحس بيه بس تانج سان بتخرج تكلمه فاكرها دونج اللي قابلته في الأسانصير قبل كده ولما بتحاول تديله الألم بيفتكر أنها بتهجمه وبيخنوها بحركة سريعة في اللحظة دي شياو جيان ومينج بيخرجوا بسرعة يساعدوها وأنها بيتفاجوا بأن زيتشو ساعتها شياو بيتكلم معاه لما بيهدو بيتفق معاه أنهم يسكنوا في الشقة الساوى ويتقسموا الإيجار وهي كده كده فيها غرفتين بيقنع زيتشو بكده علشان مش هيضر يدفع الإيجار لوحده زيتشو بيتعجبوا الفكرة شياو بيسكن هو والشياو في الشقة أقصاد جيان علشان يكون جنبها طول الوقت تاني يوم كان الجيان في ورشة النحت بتاعتها شغالة على قطعة فنية جديدة في الوقت اللي كان شياو في عد الأسنان وبيلاقي بنت صغيرة بطعية مش عايزة تدخل تامل أسنانها علشان خايفة من الدكتورة ساعتها شياو بيتدخل وبيهديها بلعبة والبنت بتصمم إنه هو اللي يعمل لها أسنانها زيميلة الشوشو بعدها بتسأله عن السر اللي بيخليه يعرف يتعامل مع الأطفال ويكسب محبتهم بسهولة شياو بيقولها إنه مفيش لا سر ولا حاجة كل الحكاية إنه عنده أخت صغيرة هو اللي مربيها وكان بيقضي معها طول الوقت زيتشو بقى بيروح لمطعم الأب ليه اللي بيتفاجئ بيه وبيفرح بيه جدا ما كانش بيصدق إنه رجع وأصلا وبيعرف بوجوده في المطعم لما بيسمعه بيطلب الأكلة اللي يتعاود عليها يكلها مع أجيان وشياو ومحدش بيأكلها غير أمهما الثلاثة ساعتها كانت البنت اللي هناك تعرفت عليه من صورته اللي موجودة في المطعم لغير إنها شافته قبل كده وهو وايب بر المطعم ومتردد يدخل بعدها زيتشو بيرجع مع ليه الشقة اللي بيدخلها لأول مرة من تسع سنين بيستغرب من النقود تنظيفة جدا وبفتكر إن حد عاش فيها بس بيكتشف إن ليه هو اللي سيب على حالها وكان بينظفها علشان لما زيتشو يرجع في أي وقت بيكون ليه يعرف أصلا إن زيتشو رجع الصيم من اتصال جيان لأنها كانت مرتبكة على غير العادة بتقوله إن في حد هيجي قبله كمان البنت اللي بتشتغل معها في المطعم لما بتشوف صورة التلاتة بتتعرف على زيتشو وبتقول ليه إنها بتشوفه وبقاله كم يوم قدام المطعم ومش بيدخل ساعتها ليه بيراجع الكاميرات وبيتفاجئ بزيتشو وبيعرب إنه متردد وخايف إنه يدخل يقبله علشان حاسس بالزنب إنه يسافر زمان ليه بيطامن زيتشو بيقوله إنه عمره مازال إنه يسافر لأن الأب لازم يساعد أولاده إنهم يكونوا أفضل منه أو على الآل ما يقفش في طريقهم ويسيبهم يختاروا ويقرروا حياتهم بالليل التلاتة بيجتمعوا سواء مع ليه ولينجو وكانوا فرحرين جدا إنهم بقوا عائلة تاني وزيتشو كان محضر طورتة هو اللي عاملها ولما شياو بيجي رايح يجيب الشمع زيتشو بيمنعه وبيشده من كتفه ساعتها بيشوفوا أثر حرق على كتفه وكل بتصدموا وبيترابوا عليه لما بيسألوا عن سببها وليه ما قلهمش وقتها وبيقولهم إنه ما كانش ينفع يقول لأنه كانوا يقلقوا عليه من غير ما يعرفوا يقبلوله أي حاجة زي بالظبط لما أبوه حصرت له حادثة وارتجاك في المخ هو عارف بالصدفة ساعتها زيتشو بيتصدم لما بيعرف إنه كل ده حصل وبيلومهم إنه محدش قاله ساعتها جيام بترد عليه وبتقول له لو كنت هرفته كنت هتيجي يعني ساعتها بيسود ديان من الصنط والتوتر جيان بتكسرها لما بتخليهم يكملوا عشا بسرعة بلما الأكل يبرد بعدها بتيجي مروحها وزيتشو كان عايز يوصلها بعرابيته الجديدة فبتتفاجئ جيان إنه جاب عربية بس بتطلع في الآخر سكوتر وبالشحن كمان ومش بيعرف يشغلوا هنا بقى تلفون جيان بيرن وبيتقول لهم إنه حبيبها اللي بيتصل بها ساعتها الاتنين بتصدموا ببضلوا متخشبين مكانهم من الصدمة وكانت هي مشت بعدها زيتشو بيحاولوا يلحقها والصدفة بيشوف أمه هي ميف عربية ومش بيعرف يلحقها حتى يتكلم معها مينجي باكنة بتتعلم مرثلة صحفية مع إن الموضوع كان مرهج جدا بالنسبة لها إلا إنها كانت مبسوطة وبعد ما بتغطي خبر إنقاذ ولاد صغير بتلاقي ترفونها عمال يرين باستمرار مينجي بترد بيكون داشيا وبيتصل يسألها مين هو حبيب جيان وظهر في حياته إمتى ويا ما كانتش معرفها ليه ساعة أمينجي نفسها بتتفاجئ بالمعلومة وبتتصل على تانجسان تسألها هي كمان ما كانش عندها أي خبر ومكتشف إن تانجسان ما بيتش مشهورة ولا حاجة زي ما كانت بتحلم في يوم من الأيام وإنها تاخد أدوار بطولة في أفلام أو مسلسلات انتهى بها الحال إنها بتقدم خدمات للناس يعني ممكن تقابل عيلة شخصة لإنها خطيب يتحفيدهم علشان يرحموه من إنهم يضغطوه بخصوص الجواز أو واحدة مش فضية تروح مع ابنها اجتماع وليها الأمور هي تروح بدلها وكده من الشغل ده كل اللي حوالين جيان كانوا متفاجئين ومش عارفين الشخص اللي دخل حياتها فجأة دعيب أمين بنكتشف إن جيان تعرفت عليه في معرض فني وفنان زيها وكل اللي بيشغله إنه يعمل لوحة أو منحوطة جديدة عن اللي جماعهم حبهم وشغفهم للفن شيو وزيتشو بقى علشان يعرفوا مين الشخص ده تفقوا إنهم يخلوا جيان تيجي تقابله في المطعم بتاع زيها آخر اليوم لما الشيو بيرجع السكن بينادع على جيان وبيسبت بصمتها على إفل الباب علشان لو احتاجت حاجة فأي وقت تقدر تدخل بسهولة من خبالنا إنه بعدها كان الوقت تأخر جدا والفجر أرب والشيو لسه صحي مش بيعرف ينم أبدا حتى إن زيها وبيا خباله بيستغرب إنه لسه صحي لغاية دلوقتي ما عرفش إن الشيو بيعانم من مشكلة أرق ومش بينام بالليام تاني يوم لما الشيو وزيتشو بيعرفوا إن الجيان خرجت مع ران بيترابوا عليها خصوصا وما عرفوش هو مين وممكن يكون قاتل ولا حاجة بيليب الدنيا عليها وبيدوروا في كل مكان ممكن تكون رحتهم مش بيلاوها بيرحوا للأب بلينج قسم الشرطة علشان يدور عليها ومع يموتوا من الألأ ساعتها لأب بلي بيتصل بلينج وبيقوله إن الجيان عنده في المطعم ومعها صديق اسم ران ساعت الشيو وزيتشو بيطيروا على هناك وبيعودوا معهم مش بيسيبوهم لحظة بيقرروا إنهم يفرعوا بينهم لأنهم مش مرتاحين لران وخايفين على جيان جدا لما الشيو بيطلب من جيان إنها تنفصل على ران وتخرجوا من حياتها بترفض بتتخاني معهم علشان بيتحكموا في حياتها من لحظة مريقة بالصين بتتعصب جيان وبتلوهم إنها كانت عايشة حياتها مبسوطة في غيابهم عندها أصحاب ساعت الشيو بيزعل من كلامها وبيمشي في طريق السكن وكان بيفتكر طفولته مع جيان والمرأة اللي كانت فيها في خطر لما كانت بتلح عليه وهم راجعين من المدرسة إنه يشتري لها حلوة بس بيرفض ساعت الشيو بيجري يدافع عنها وبيستنجد بالناس لغاية ما الخاطفين بيهربوا لما بيرجعوا البيت كان الأب ليه فرحان جدا إن جيان بخير وبشكر الشيو إنه أنقذها ساعت الشيو وجيان بينحنوا لبعض والجدة لما بتشوفهم عملوا كده بتقول لينج وليه إنهم لازم يتجاوزوا لما يجبرون في الوقت الحاضر كان زيتشو ماشي وراء جيان يحميها بس هي بتتخاني معها وبتطلب منه إنه يبعد عنها لأنها تعودت على حياتها من غيرهم وما ينفعش إنهم دلوقتي راجعين يسيطروا على حياتها بشكل كامل لأنها ما بيتش طفلة خلاص كلامها دا كله مش بيمنع زيتشو من إنه يخبط عليهم كل يوم الصبح ويحضر لها الفطار هي وأصحابها زي ما كان الأب ليه بيحضر له الفطار طول عمره بعد شوية بتيجي والدت منج والكل بيتفاجوا بيها بأن وجودها حواليهم بيوترهم هي بتنضطلهم الشياء كلها وبتحضر لهم الأكل بس تانجسان كانت أكتر واحدة قضيتها بادلة من كتر الهدوم اللي بتشتريها ولعمها مش بتعرف إنها ترتبها أبدا مينجي لما بتقول لولدتها أنها تسافر بكين في شغل ومش هترجع منه قبل سنتين والدتها بترفض علشان هي حوزها تستقر بحياتها وتتجاوز ويكون عندها عيلة قبل ما توصل لسن 27 سنة تنجي بتتصل بلينجي تسأله عن شياو وليه مش بيرد عليها بتتفاجئ لينجي إن ولد شياو ما تعرفش إنه استقر هنا في الصين وبقى في وظيفة مستقرة ومش ناوي يرجع سنغفورة تاني دي بيخلي لينجي يستغرب وييلة من اللي حصل بينهم خلاه يتصرف كده والشياو في الفترة دي كان بيتجاه لكل اتصالات ولدته وأخته جيان ويا راجع السكن بتقابل شياو في الأسانسير وكان معه شنطة فبتفكر وزعل منها وعيمشي من الشقة بتجري وراه وبتحاول ترجع عن قراره وما يسيبش الشقة اللي هو فيها بتعتذر له بتقوله إنها غلطانة وبتطلب منه إن يديها فرصة على ما تتقلم على وجوده في حياتها تاني كل ده وشياو ماشي مش بيرد عليها غير لما بتقوله إنهم إخوتها فبيقول لها مين ده اللي أخوكي وبيزعل أكتر وبيكمل في طريقه لوقت ما بيقف عند سندي الزبالة وبيفتح الشنطة وبيخرج الحاجات اللي فيها وبيرميها وهنا بتكتشف جيان إنه مش هيسيب الشقة ولا حاجة وإنه بيرمي حاجات مش أكتر وقول ما جيان بتلاقي مينج جاية بتجري تسلم عليها علشان تداري إحراجها من الموقف وتطلع الشقة بس وقتها بتشوف زيتشو بيعلق لها هدية على الباب وبيدخل شقيته بسرعة زيتشو بيجيلوا تليفون من دونج اللي بيقوله على الأنوان اللي كانت رايحا أمه مهمي يوم ما شافها بالليل وجري وراها ملحقهاش زيتشو كان طلب من دونج المساعدة لغاية ما قاله على عنوانها بس دونج بيقترع عليه إنه يخلي الأب لينج يساعده بس زيتشو ما كانش عاوز حد يعرف إنه بيدور على أمه هو كل اللي كان عاوزه إنه يقبلها ويسألها عن السبب الحقيقي اللي خلها تهجره وتتخلى عنه بالشكل ده النحية التانية كانت تانج سان بتعاني في صمت وعندها مشاكل مع أمه وأبوها لأنها مش بتشتغل في وظيفة مستقرة ولا بتصبط حياتها ومستقبلها تاني يوم في الوقت اللي كانت جيان في القطوفيس في طريقها للورشة بيجي لها تليفون إنه زيتشو أعمل حدثة ونقلوه على المستشفى ساعتها جيان مش بتعرف تنزل على الجسر وبتتصل على تانج سان وبتخليها تروح بسرعة على المستشفى علشان تكون جنبه بس لما جيان بتوصل لمستشفى بتلاقي تانج سان واقفة حزينها وبتقول لها إنه زيتشو على ما وصل المستشفى كان نزف كتير جدا وإنه مات خلاص ساعتها جيان بتحس إن الدنيا لفت بيها وفقدت تزانها وبتبكي بها منهارة والشاو بيسمعها وبيجري عليها يطامنها وبقول لها إنه زيتشو عايش تانج سان كانت بتهزر معه وما كانتش عارفة إنها تتأثر أو كده وبعدها بيكتشفوا إن زيتشو كان واخد كمية كبيرة من المهدات وخرج بعدها بلوسكوتر بتاعه فقط وعي وعمل حدثة وقتها لقبليه ورينج بيستغربه وبياخد مهدات ليه بس الزيتشو كان واخد من الأدوية بتاع تشياو اللي بياخدها بكمية كبيرة طول الوقت وكان بفهموا إنها فيتامينات هنا بيعرفوا إن شياو بيعاني من مشكلة أرق شديد ومش بينام علشان كده بياخد مهدات كتير وحططها في قلبة فيتامينات علشان ما حدش منهم يكتشف الحقيقة لينج بيعرف إن ابنه بيعاني من مشكلة كبيرة كمان والدته ما تعرفش إنه راجع استقر في الصين وكان مفاهمة إنه جاي وزور أبوه ويرجع سنغفوره بعد شهر ولما لينج بيواجه شياو وشياو بيخليه ما يدخلش هو هيتفاهم مع أمه بعدها جيان وزيتشو بيسألوه ليه مبدأ عيلة بالأدوية بيقولهم علشان هو اللي كان بيعتنب أمه وأخته وما كانش ينفع إنه يمرض أو حد يعرف إنه بيعاني من مشكلة لإنه هو اللي شائل المسئولية فيليمون دون جيان وشياو بيعتنه بزيتشو لغاية ما بيستعيد عفيته وبيخرج من المستشفى لما شاو بيقبل رام بيقنعه إنه يبعد عن جيان ويكونوا أصدقاء بس لإنه مش مناسب لها دونج بقى لما بيجي يطمن على زيتشو بيقبل مينج بالصدفة بيعجب بيها جدا وبيوعفوا حبها من أول نظرة في الوقت اللي كانت تنجسان واسقة في حبه هي كمان يعني مسلس حب تقليدي وبعد ما الستة بيتعشوا سواء دونج بيمشي بس هو في الأسانسير بياخد صورة لمنج وتنجسانهم وبيودعوه بس بعدها بيقصوا الصورة بيحتفظ بالجزء اللي فيه منج بس وبيعملها خلفها لتليفونه بعدها بكام يوم كان زيتشو راح للأنوان اللي فيه أمه علشان يسأل عنها تاني يوم كانت جيان ومنج راحوا عيادة الأسنان مع بعض والدكتورة شي شي هي اللي بتعالج مينجو وتستغل الفرصة في أنها تسألها عن شياو ومين هي البنت اللي بيحبها في نص الكلام مينج بتعرف من شوشو أنه حب شياو هي بنت أصغر منه بسنتين ساعتها بتسأل جيان لو كانت تعرفها بس جيان ما كانتش تعرف غيرها فبتقول لها يمكن أنتي ساعتها مينجو بتفرح لأنها بتحب شياو من سنين هي كان عندها معاد مع أمها ولما بتروح تقابلها في المطعم بتلاقيها بدبرها لها موعد مع شاب ابن صديقتها علشان يتعرف على بعض ويتجاوزه طبعا مينجو بتتفاجئ وبتضطر أنها تقول لأمها أنها معجبة بشخص تاني وساعتها والدتها بتقولها أنها لازم تعرفها عليه وكمان تنسى صفارها البكين نهائي في الوقت اللي كانت جيان وزيتشو بيتخانوه علشان عاوزها تبعد عن ران كانت تانجسان مع والد الدونج بتشاركها نشاطاتها زي ما دونج طلب منها جيان بتنفصل عن ران وبتتفاجئ بعدها أن شياو مسافر سنغافورة وكانت مرعوبة من أنه مايرجعش تاني لأنها عارفة أدي والدته متمسكة بي ومش عاوزها يبعد عنها وشياو بيتفق مع جيان إنه هيرجع قبل ذكرى وفاة أمها تانيهم كانت منجي بتوصل شياو المطار وبتعترف له بحبها في آخر لحظة حتى أنه مش بيل حيتكلم معها علشان طيارته تأخر عليها زيتشو في يوم بيلاي خالته جاي بتزوره في المطعم وكان بين عليها الحزن بس زيتشو مش بياخد باله بيروح معاها للأب لي وتالي بيسألها عن هي مي ولو كانت توصلت معاها في الفترة اللي فاتت هي بتقوله إن آخر رسالة مي هي بعتتها لها كانت بتقولها فيها يعتبروها ماتت ومحدش دور عليها أبدا ساعتها الخالة بتحكي للي على الوضع اللي هي بتعاني منه والنجوزها بقى له ثلاث شهور بيتعالج من سرطان المادة وحالته متأخرة وكل فلوسهم رايحة على العلاج وكل الناس في القرية بقوا يتجنبوها علشان ما تطبش منهم فلوس كانت عاوزها تستريف فلوس من لي بس هو ما كانش معاه وتازدشو بيسمع الحوار كله على الباب وساعتها بيدخل يطمن على خالته وبيقول لها إنه هيساعدها ساعتها بقى بيروح يسحب لها المبلغ اللي هي عايزها من الاتم بس لما بيفكر بيلاي إن الـ 20 ألف اللي هي عاوزهاهم ممكن تحتاج أكتر منهم ومحروجة تطلب بيروح البانك يسحب كل المبلغ اللي في حسابه وكان 80 ألف وبيديهم لخالته قبل ما تسافر بعد ما بتركب الوتوبيس بتفتح الشنطة بتتفاجئ بالمبلغ اللي مدئولها زيتشو اللي كان أكتر بكتر من اللي هي عاوزها وفي مطعم زيتشو كان الوضع بقى هادي جدا عن الفترة اللي فاتت وبيبقاش في زبان كتير بيجو بيروح للشياء واللي كان رجع لأمه صنغفورة بيلايها بقت تعتمد على نفسها بس بتتفاجئ انه جاي بشنطة صغيرة ورافض انه يستقر في صنغفورة ساعتها تتعصب عليه وبتكسر تليفونه علشان ما يردش على حد وزي عادتها كانت تينج لسه زي ما هي شخصية أنانية جدا ما عندهاش رحمة ومتصلطة على شياو عاوزة تكبره انه يخلي جنبها من غير ما يعيش الحياة اللي اختارها في الوقت دا كان ليولينج بيحاولوا يتصلوا على شياو يتطمنوا عليه بس التليفونه كان مقفول طوال الوقت شياو كان عاوز يسافر ويرجع الصين بس والدته كانت واخدت تذكرة والباسبورة علشان تبنعونه الصفر وكان مصمم كان خلاص بقى يوم واحد على ذكره وفاة والد جيان ولما بتروح بالليل علشان التقوص مع ابوها وزي تشو كان شياو مش موجود ومش بيعرفوا يتواصلوا معاه شياو كانت مدداية جدا وخايفة ما يعرفش يرجع الصين تاني بس زي تشو بيطمنها وفيهم الزكرة السنوية كانت جيان وابوها وزي تشو بس هما اللي موجودين بالليل بعد ما جيان بترجع شائتها وابل الساعة ما تيجي 12 بكم ديا كان شياو ووصل وبيروح على طول على بيت الأب لي وبيقدم احترامه وبياملوا التقوص السنوية ما كانش حد يعرف من الشباب انه راجع لانه كانت تصل بابوه لينج من تليفون في الشارع يقوله على اللي حصل بس لينج نسي يقول لي جيان وزي تشو ولما بيرجع السكن بيروح يتطمن على جيان ساعتها مينج بتشوفه وبتعرف انه بيحب جيان مش بيحبها هي لانه اول ما وصل ما دورش على اي حد غيرها من تاني يوم كانت مينج متغيرة وبتقرر انها تسيب الشقة وترجع بيت اهلها كم يوم لغاية ما تستواب جيان لما بتصحى من انه كانت فاكرة انها لما شافت شياو اللي لتنبالح كانت بتحلم بس بتتفاجئ بي موجود برا وبيفطر مع تانج سان وزي تشو وبتعرف انه ما كانش حلم ولا حاجة ساعتها تانج سان بتستجوبه عوز اطارك منه وامت واعف حب مينج ساعتها شياو بيقولها انه بيحب مينج وانها مجرد صديقة وبس وانه حصل سوء تفاهم مش اكتر بعدها لما بتيجي جيان نزلة على شغلها شياو بيركب معها الاسنصير وساعتها بيعتذل لها وبيقولها انهم لازم يخلوا علاقتهم رسمية وقانونية ولما ما كانش مستوعبها هو بيقول ايه بيقولها انه هتجاوزها ساعتها جيان بتتصدم وبتقوله انه اخوها بس شياو كان رده صريح ويقول لها انه مفيش بينهم اي رابط لا بتدم ولا بالقانون وانه مش متبني وعشان كده كان بيتدايق كل ما كانت تقوله ان اخوها لانه من وهمة في سنوية هو بقرر انه مش هتجاوز غيرها لانه محدش استحق انه يعيش علشانه غيرها بعد اللي عملته معا من وهمة اطفال وكان يبتعتني به وبيتساعده من يومة امها جرته مع انها اصغر منه المهم ان جيان بتهرب منه لما بتروح الورشة مش بتهرب تركز في اي حاجة ده بقى في نفس الوقت اللي كان زيتشو في الناحية التانية بيفكر في طريقة ان يعتني بيها بجيان طول العمر علشان يكون بس في سجل لائلتها وكانش في طريقة غير انه يتجاوزها بس هو كان بيحبها حب اخوي ونصيح دونج مش بتجيب معا نتيجة لما جيان بتدخل تتسحب علشان تاخد البطيخة من تلاجة زيتشو بتلايش يا واي في الضلمة فبتترايب منه وبتتكلم معه وبتقوله انه اكيد مشاعره دي من احساسه بالزن بناحيتها علشان سافر من تسع سنين شاوبين كرده وبيفكرها لما كانوا في الصف العاشر وقال لها انه هيتجاوزها لما اكبروا ولما كان كل شوية بضربها على رأسها وبتقوله انه لو استمر في ضربها كده هتبقى غبية وما حدش هيردى يتجاوزها وانه من وقته وكان بيحتفظ بكل الحاجات اللي بتخليها فرحانة وبيعملها لها وجيان بتتفاجئ من رد فعله وبترجع شايتها الانجباع كان بيدور على هيمي زي ما ليه طلب منه وبيعرف عنوان الصالون بتاعها وبيكون في المكان اللي زيتشو السبق ووصله ليه بيعرف انها رجعت من سنتين وبيستغرب ازاي ما حاولتش انها تتواصل معا وتسأل عن زيتشو اللي محدش كان يعرفه بقى ان زيتشو كان عارف مكان والدته هي مي وكان بيروح هناك كل شوية على امل ان يشوفها من بعيد وفي مرة بعد ما بيمشي كان ليه راح الصالون يقابل ميهي اول ما ليه بيشوف ميهي بينبهر بجمالها اللي زاد ومش باين عليها تقدم في السن ابدا بس كان معها ولد صغير بتقوله ان ابنها بتقوله انها اتجاوزت وجوزها ما يعرفش ان عندها ولد شاب وتطلب منه ان يابد عنها علشان حياتها ما تتضمرش مع ان اللي ما كانتش عاوزة غير انها تقابل زيتشو علشان تداول الجرح اللي في قلبه بسبب هاجره ليها بس ميهي بتسيبه وبتمشي بعد ما بتقوله انها لما اختفت كان علشان مصلحتها ورجت علشان مصلحتها برضو بس بنتفاجئ لما بنعرف انها هي اللي كانت في التاكسي فيها لان يوم ما زيتشو لمحها وحاولي لحاها وانه عارف كل اخباره وكانت بتروح المطعم بتاعه ترابه مبعيد وهي حزين على فرقه معنى كده ان في سر كبير وراء اختفاءها سنين دي كلها يا طرق ايه هو في الوقت اللي كان ليه بيفل المطعم علشان يروح كان زيتشو رجاله بيطلب منه ان يوافع على جوازه من جيان ساعة الاب ليه بيتفاجئ خصوصا لما بيعرف ان جيان ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده ولان زيتشو بيفكر فيها وانه بيطلب جوازها من غير موافقتها زيتشو حاب بياخد موافقة الاب ليه الاول ابل اي حاجة ليه كان خايف من ان العلاقة بينه وبين جيان طبوز بيطلب منه ان يوعده بان ما احنا كان موقف جيان حتى لو رفضته انه مش يخسره بعض بعدها جيان بتلاقي نفسها في ورطة في الوقت اللي شاوع طرف لها بمشاعره تفاجئ بان زيتشو وكمان جاي بيقول لها انه عاوز تجاوزها علشان يعطني بيها للابد بساعتها كانت جيان هتتجن انه مش عارفة ليه ده بيحصل معها وفي الوقت ده بالذات في الليلة دي مش بتعرف تنامي للتفكير في الوقت اللي شياو كان بيعاني من القرق وزيتشو صهران بيحسب المصاريف وبيحاول ان يماشي الدنيا في المطعم بعد حالة الركود اللي حصلت تاني من صبحهم ما بيفطروا سواء الاب ليه بيقول لي زيتشو على ميهي وانها رجعت من فترة ومتجاوزها ومعها ولد اربع سنين وبيطلب منه انه يروح يقابلها ساعة زيتشو ما كانش عاوز يقابلها بس الشياو بيقوله انه لازم يقابلها ويعرف اجابة السؤال اللي حياره من سنين ويواجهها هو كده كده كبر من غيرها يعني مش هيموته لحاجة ببعده عنها بس لازم يعرفها انها غير مؤهلة انها تكون ام او انه يتحمل مسؤوليتها بعدين زيتشو بيقتنع بكلام شياو لانه عارف انه بيقوله من واقع تجربته فالان زيتشو بيروح علشان يقابل ميهي وافطريه بيشوف المطعم اللي جابت له منه اخر وقت بأكلها معها من عشرين سنة لما وعدته انها تسافر تزبط شغلها وترجع تاخده ومن يومها مشافهاش تاني زيتشو لما بيوصل وبيسأل عنها مش بيلاقيها فبيطلب من المساعدة بتاعتها انها ببلغها بزيارته وتيجي تقابله في المطعم بتاعه شاو وقتها كان راح لجيان الورشة بتاعتها وبطلب منها انها تروح معها تختار له تليفون جديد وتساعده وبعد ما بتشغلوا التليفون وبتثبت له كل البرامج اللي بيتواصلوا عليها بتشوف رسالة من مينج بتقول فيها لشياء وانها عرفت انه بيحب جيان وعلشان كده رجع ببيت عيلتها لفترة علشان مش عارفة تتواجه مع جيان ساعتها جيان بتزعل جدا ان صدقتها مع مينج اتأثرت تانجسان كانت بتغضي اليوم مع والدة دونجو بتهديها سلسلة دهب غالية جدا وبعدها دونجو بيوصلها في طريقه بنروح لزيتشو كان في اخر يوم اتفاجئ بوصول امه ميهي جاية تسأل عليه وبيعود معها يتكلمه اللي كان شاغل ميهي هو الزايق وانجس سمح لزيتشو ان يرجع الصين للي وانه ابن الوحيد ويوري الصروته يعني مش من الطبيعي ان يسيب ويبعد عنه ولما بيسألها عن السبب اللي خلها تتخلى عنه وبتقوله ان في الوقت ده ولا كانتش عارفة تصرف برضو حتى على نفسها علشان تتحمل مسؤوليته ساعتها زيتشو بيحس انه كان عبق عليها وبشكرها انها خالفيته وبيقولها انها ما صرفتش عليه حاجة ولا عاليتهم علشان ان يعيلهم في شيخوتها بيقولها انه لو شافها في الشارع هيعملها زي الغريب ومش محتاج مساعدتها في يوم من الايام بيديها القلادة اللي احتفظ بها طول العشرين سنة اللي فيها صورتها وبيمشي بها منهار وساعتها ميه هي بتحزن على اللي حصل وانها خسرت ابنها للابد جيان كانت راحت تستنى مينج عند بيتها وبتفاهم معاها وبتطلب منها انها ترجع معاها الشقة بتاعتهم بس مينج بترفض لانها مش عارفة تتأقلم بعد سوء التفاهم اللي حصل مجيان اصلا مالها الزنب ولا سلطة على مين يحب مين علشان مينج تلومها على ان الشياو حباها هي وبترجع جيان الشقة ويا منهاره وبتبكي بقى على صوت وساعتها تنجسان بتنادي على الشياو رجعت صالحه تاني بعدها زيتشو بيرجع وبيقول لهم على مقابلته مع ميه هي وبيدخل قطه ومتدايق جيان بتفتكر زمان لما كانوا زميلهم في الحي بيتريعوا عليهم التلاتة علشان ملهمش أم وفي كل مرة كان زيتشو بيرجع يستخبف سريره ويتغطى وبيبكي وجيان بتديله حلوة علشان تحسسه بان الحياة حلوة بتخليها تخطى معاناتهم على الوقت بعدها بكم يوم جيان بيجي لهم عرض شغل والعميل كان أجنابي ومحدش منهم بيعرف انجليزي ساعتها تلجأ لزيتشو بتطلب بند المساعدة وفعلا بيروح معاها هي وزميلها المقابلة شياو بتحصل له صدمة لما الباب بيخبط وبيستغرب انها جيان ومش بتدخل على طول بس أول ما بيفتح الباب بيتصدم وكان حيموت لما بيشوف أمه تينج هي اللي على الباب وبتلومه نتخلى عنها هي واخته بيطلع ان داك أبوسو بيحمد ربنا انه مش حقي كان يحصل له نهيار عصبي لما بيسمع صوت أمه بتنادي عليه وبيكون اللي بيخبط على الباب هو ساعتها جيان بتاخد وبتدخل تطمن على الشياء وبتلاقيه في الحالة دي فبتهديه وبينزله يمارسه رياضة علشان يصفي زهنه شوية واتها جيان بتسأله على اللي حصل وخلاه يتأخر في سن غفورة المرة دي وبتكتشف ان أمه كانت واخدة أوراقه وبصفوره علشان ما يسافرش بس أخته بترجعهم له بموافقة أمها بعدما بتقناعها انها تسيبوا يسافر بعدما أكبروا ويستنى جنبهم تسع سنين كاملين لما بيرجعوا البيت كان جيان متصابة في رجلها وبتحكي لتانج سان المرة اللي وعت فيها من على السلم وقالت ان حد دفعها بس في الحياة انها كانت بتجربت نط من فوق أربع درجات مرة واحدة علشان تشوفها تنجح ولا لأ فبتوع ساعتها زيتشو بيسمعها وبتصدم من المعلومة دي لان السبب في صفره أصلا كان خوفه على جيان وان أبوه هو اللي كان وراء الحادثة دي جيان نفسها بتتفاجئ ان جوانج كان هو اللي وراءه في المطعم بس شياو بيهدي زيتشو بيقوله ان كده كده جوانج ما كانش ناوي على خير وهو ما كانش يسافر معاه المهم ان بعدها جيان بتصار تكتب حكايتها فمدوانة على النت وعن مشاعر شياو وزيتشو اللي ظهرت مرة واحدة في نفس الوقت وبيت في حيرة من أمرها تاني يوم كان ليه في المطعم لما بتيجي جارتو اللي عاوزها تصبط له أي جوازة وخلاص ما كانش يستسلمي طول السنين دي واحدة جايبها يتعرف على بعض علشان لو اتفعوا يتجاوزوا ليه ما كانش متقبل الموضوع بس ما حبش انه يحرجها ومعدين بتيجي ميهي وليه بيخرج بسرعة يقعد معاها والعمة بتاخد وقتها لما تتعرف عليها وبتعرف انها ميهي اللي حاولت زمان تتجاوزها ليه ميهي جاية قابل ليه علشان تعرف منه تتطمن على زيتشو انها يعرفت انه جوانج بيع عنده ولد تاني وكمان مش متطمنة لان زيتشو رجع للصين بسهولة كده وفتح المطعم مستقر هنا في حين ان المطعم فيه حالة ركود ومش بيكسب بتديه لليه رقم واحدة صعبتها عندها مزرعة علشان يوصل زيتشو بيها ويشتري المكونات اللي بيحتاجها من عندها علشان هي لو حاولت تساعد زيتشو بشكل مباشر رح يرفض أكيد وقبل ما ميهي يتمشي ليه بيديها أكلة لزيزة لابنها الصغير في الوقت اللي كانت تانجسان راحت تحضر حفلة عيد ميلاد أمها وكانت كل العلم تجمعها ولما تانجسان بتدي لأمها الهدية اللي هي عملتها بنفسها أمها ما كانت مبسوطة بيها لأنها كانت عبارة عن أسولة من الخشب تانجسان كان بقالها كم يوم بتنحتها من خشب الصندل فاكرة ان أمها تفرح بيها علشان هي اللي عملها بحب بس الحفلة بتتقلي بتريعها على تانجسان علشان ما فيش عندها وظيفة سبتة زي البقين وكمان ما بقتش مشهورة ولا نجمة زي ما كانت في طفولتها وأصبحت وقفة في نص السلم لا عرفت حق أحلمها ولا رادي تسمع كلام أهلها وتقبل بوظيفة سبتة ساعتها تانجسان بترجع البيت ويا منهارة وحزينة جدا السبب بقى كان معاملة أمها ليها وأنها طول الوقت بتقلل منها وبتعد تبكي هي وجيانة على حالهم في الآخر بيتخنوا وبيبهدلوا بعض علشان كل مجيان قالتها وتانجسان بتفتكر أنها بتتريع عليها هي كمان وبتلها أنها لا يمكن تحس بيها علشان هي عندها استقبلها وورشتها الفنية وبتتشهر شوية بشوية أما منجي بافها كانت هي كمان في خناها مع أمها علشان عاوزها ترتبط وتستقر في وظيفة حكومية بس منجي كانت مصممة تسافر بكين واتطرت حلمها بأنها تكون مرسلة صحفية والدها كان في صف أمها علشان تقنبا للمشاكل مش أكتر وسعية أمها بتديها كتاب علشان تذكره تحضر نفسها لاختبار الخدمة المدنية علشان تفوز بوظيفة حكومية وتانجسان بتقرر أنها ترجع الشقة مع صديقتها لأنها كده مش هتاخد حريةها ببيت أمها وهتكبرها على كل حاجة شاو بيقبل منجو بعتذر لها عن سوء الفهم اللي حصل بينهم ونهو اللي استغلها علشان تطمن على جيان وده خلها تفتكر أنه بيحبها والاثنين بتصلحوا بيرجعوا أصدقاء من تاني بعد ما الشياو بيفاهمها أنها افتكرت أنها بتحبه علشان كان بيعملها حلو مش أكتر إنما هي المفروض تعرف تاخد قرارها بنفسها من غير ما حد يأثر عليها وكل ما زاد حبان نفسها وسقاتها كل ما أعرف التحدي تحييت مشعيرها جيان بقت تشير بسبب القصة اللي كتبتها وانتشرت من غير ما تخب بالها بتيجي صحفية تعمل معها القاوة بتسألها عن فنها وإزاي اكتشفت موهبتها وإن هنا بيجي الكلام على علاقتها بالشياو وزيتشو لأن الشياو كان هو السبب في أنها تلاقي هدفها وتستخدم أهبتها صح لما أخذ المنحوتة بتاعتها وعرضها فم سابق من وراها بس الصح فيها بقى لما بتيجي تنشر اللقاء كان كل اللي بيتكلم فيه عن علاقتها بالأخين جيان بتتفاهم مع زيتشو بتوصل معاه أنه مهما حصل يفضل من علتها وأنه مش محتاجين شوية مستندات يأكدوا ده لأن الرابط اللي بينهم قوى من الدمه من أي حاجة في الدنيا وأنه مش محتاج يتجاوزها لشان يكون في سجل علتها زيتشو بتقبل الكلام لأنه فعلا ما كانش بيحبها غير كأخته بعدها لما جيان بتسأل الشياو عن السبب اللي خلاه يحبها وأنه طول فترة قامته في سنغافورة محبش ولا بنت خالص ساعة الشياو بيقولها أنه واحد زيه ما عندوش أي طاقة أنه يتعرف على حد غريب وليس يشوف شخصيته وقلبه ومعاملته هو تعود على أنه يكون معاه هي وبس من غير كلام كتير وحوراب بيفهمه بعضه وبيتفهمه بقى جيان بالنسبة للوطن وسكن حتى أنه من يوم مسافر سنغافورة ما كانش بيعرف ينام علشان بعيد عنها وما كانش حاسس بالإطمانان أبدا لما كانوا أطفاله عشرين في بيت واحد كان متطمن ومش خايف من أي حاجة بعدها جيان وزيتشو بيروحوا يزوروا الأب لي ويتطمنوا عليه ساعة بيعرف منهم أنه زيتشو صرف نظر عن حكاية الجواز من جيان وأنهم هفضل إخوات أحسن جيان بتكتشف أنه زيتشو في أزمة مالية وبيستخدم الفيزا بتاعته الشخصية علشان يغطي على مصاريف المطعم ورواتب الموظفين بتاعه اكتشفوا أن جوانج تخلى عن زيتشو بعد سنتين من صفره معاه وسابه هو يعافر لوحده اشتغل طول سبع سنين البعيين يصرف على نفسه ويكمل دراسته وحاوش المبلغ اللي فتح به المطعم ساعتها جيان وشياو لما بيعرفوا الحياة دي بيتصدمه لأنه كانوا فاكرين أنه جوانج هو اللي بيساعد زيتشو بس طالعا أنه تخلى عنه بكل سهولة ولو شجعه على كده أن جاله ابن صغير فأصبح عنده وريس تاني شاو بيقترع على زيتشو أن يفر المطعم علشان ما يحصلش إفلاس لأنه بيخسر كده كده بس زيتشو بيرفض ولما بيجي نازل يشتري فاكها بتروح معاه جيان علشان تدفع له هي لأن الفاكهة غالية جدا عندهم ولما بيجي حاسب بتغفله وبتخليه روح يجيب لها موز وبتدفع اياه ساعتها زيتشو بيتخانق معاه علشان بتشفق عليه تاني يوم كانت تانجسان سوت أمرها مع دونج مصلحت الأمور بينهم بعدما عرفت أنها مش فتاة أحلامه زي ما كانت فكرة بس الغاية دلوقتي ما تعرفش إنه بيحب مينج ونقبل ما تعرفه يا منهارة طب لما تعرف يا طرى إيه اللي هيحصل ده بقى اللي نعرفه في الحالة اللي جاية استنونا علشان نعرف يا طرى زيتشو هيكون إيرض فعله من ارتباط جيان وشياو بعد يومين كان الجيان متجمعها مع كل أصحابها أولهم شياو وزيتشو وزميلهم في الورشة وأصحابها البنات وكل اللي تعرفهم كانوا بيتعاشوا سوا وبيقضوا وقت حلو مع بعض الأول مرة وقتها واحدة منهم بتفتح تليفونها وبتشوفوا المقالة اللي اتنشرت عن الجيان وقصتها مع أخوتها اللي مش أخوتها وأنهم الاتنين أترافولها بحبهم في نفس الوقت وحيرتها ورما الكل بيوصلهم المقال وبيقروه بيتصدموا وجيان ما كانتش عارفة أن كل التفاصيل دي هتنتشر ولما بتلاقي إن شياو وزيتشو أروه هم كمان وبأولى الأعداء في نظرتهم لبعض كانت جيان عاوزة الأرض تنشأها وتبلعها وهم راجعين للسكن كانت جيان باستخبية بين تانجسان ومينج خوفا من شياو وزيتشو بس على مين بقى معلم زيتشو وشياو بيسحبوها من أسطنك وبيخضوها على انفراد يفهموا منها اللي بيحصل في الوقت لتانجسان بتتفاجئ إن مينج كانت عارفة بالحوار ده من الأول ونصحتها إنها تصريح ومتوضح الأمور بس جيان كانت بتأجل على طول ساعتها تانجسان بتتخانق مع مينج علشان ما قررت لهاش اللي بيحصل ولكنها صحبتهم ومينج بتحاول تأديها علشان يعرفوا الوضع وينتهى على إيه مع الشياو وزيتشو جيان بقى كان معمول لها محكمة ومش عارفة تنطب ولا كلمة وبتمخنها بين شياو وزيتشو وصدمت زيتشو لما بيعرفوا النوم اللي اتنين مع بعض ما كانش ليها حدود وبيوقف مزهور وبيحاولوا إن يتأكد من جيان بس بيليه إيشيا وشدها جنبه هي ما قامتش ولا بعدت عنه ولا حتى أنكرت ساعتها زيتشو بينهار وبيسأل وما كانش فاهمه وليه ما حدش بيختاره هو أبداً وحرفياً كان عنده عودة ومشكلة نفسية بسبب هجر أمه لي ليلة هزيتشو مش بيعرف فينام من التفكير والحزن كان شايف إن كل اللي حواليه بيشفقوا عليه والنوم بيحبوه علشان شخصه مصابان عليهم علشان أمه تخلت عنه حتى جيان بتفضل صحي لتاني يوم ومش بيتنام ولا دقيقة لأنها ما كانتش عاوزة زيتشو يكتشف ارتباطها بشياو بالشكل ده الغريب إن جيان وصديقتها لما بيصحوا ويروحوا ويفطروا وبيتفاجئوا وفي المطبخ مع الضلوم الفطر زي كل يوم من غير أي اختلاف الظهر إنه تخطى الموقف اللي حصل مبارح بس لسه مش بيتكلم مع الشياو الشياو لما بيكون في الايادة بيتفاجئ بوالدته بتتصل بيه بيرد عليها المرة دي يشوفها عايزة إيه بس المفاجأ إنه بيلايها بتسأله عن مطعم كم تعود يجيب لها منه الأكل فبيستغربوا بتتصل بأخته يتطمم منها ساعة بيعرف إنه أموت غيرته بتعتمد على نفسها وبتخرج كتير وتقليمت على الوضع الجديد ساعة الشياو بيتفايل صديقتها اللي هتساعة تزدشو يجي لها اتصال من حضانة ابنها الصغير فبيتروح على هناك في أسرع وقت ساعة بتعرف إن الحضانة مش موافقين على إنه يستمر معهم لأنه عنده توحد وعنيف جداً مع أبايا لأطفال ومحتاج مكان تاني يناسب حالته ميهي ما كانتشي تعرف تامل إيه غير إنها بتاخده وتمشي ولما بنرجع لي جيان كانت مع الشياو بتوري الشجرة اللي زرعتها في حديقة الجامعة عواد دي هي فرحانة نهلة شجرة كبيرة وكل فترة بتيجي تعلق عليها ومنيتها لما بتتكلم معها بعدها بتطلب منه إنهم بيحافظوا على مشاعر زيتشو الفترة دي شياو بيتدائي جداً علشان هي بتفكر في مشاعر زيتشو مش فارق عندها هو حاسس بيه وإنها مش بتشفق عليه زي ما بتحس تجاهز زيتشو لما شياو بيغضب وبيسيبها وبيمشي جيان بتروح وراه بتحاول إنها تفهم موقفه ساعة شياو بيقول لها إنها معاه بس علشان هو أكبرها على ده بس جيان بتقوله إنها لو ما كانتش بتحبه ما كانتش تقبلت مشاعر ووافت على إنهم يكمله مع بعض شياو كم يدائي جداً وبقول لها إن حياتهم طول الـ 20 سنة مختلفة عن المستقبل وإنهم كده كده عيلة بس في الوقت اللي هي عندها الاختيار إنها تعيش حياتها من غيره هيكون عندها أصدقاء كتير ومش هتحس بالوحدة أبداً زي ما عاشت التسع سنين اللي فاتوا إنما هو وحيد وملوش لأصحابه ولا أي حد غيرها ولازم إنها تكون له علشان يعرف يعيش حياته ساعة جيان بتتفاجئ من كلامه وبتسأله عن حياته السنين اللي فاتت في سنة غفورة كان بيعمل إيه غير إنه كان بيأتيني بأمه واخته منها بيجيها رد الشياء واللي بيخليها مش عارفها تفكر وتعرف قديه وبيحبها لما بيقولها إنه كل الفترة دي كان بيفتقدها هي وبس بيحلموا بيتخيل عيلتهم إنه بيكمل معاها حياته وإن بيرجع يتجاوزها والعيلة الصغيرة اللي بيكونها حتى إنه بيختار اسم أول طفل لهم كمان حجم السعادة اللي هيكون فيها معاها وسط الأب لي والأب لينج وعيلتهم والمميزة ليلتها بترجع لمينج تسألها عن كل اللي تعرفه عن شياء وفي الفترة اللي كان بيتواصل معاها فيها قبل ما يرجع الصين علشان تعرف إيه اللي كان بيمر بي مينج ما كانش تتعرف أي حاجة عنه كان كل اللي بيتكلموا فيه أخبار جيان جيان كانت حسنة يا طيها وبتتصل بأبوها تتكلم معاها بس مش بتقوله أي حاجة من اللي بتحصل ومع إنه معرفش اللي إنه بيحمسها وبيشجعها وبيخليها تنام وهي سعيدة من طريقته في الكلام معاها وهزروا بيهزر معه بيقولها إنه هو ولينج اتفعوا النوم لما يكبروا شوي هيعيشوا في دار رعاية سوا ساعة جيان بتعتذر لأبوها إنها كانت السبب في إنه ما يتجوزش ميهي لإنها فرق بينهم بس لي بيقولها إن دي مش غلطتها هو كان خايف والشيء الهم اليوم اللي هيكون عنده حفيد لإنه هيكون أسوأ واشأة من جيان في طفولتها وهو مش هيستحمل دا تاني ساعة جيان بتعرف قدي أبوها بيحبها وإنه قدمت الطحيات علشان خطرها ودلوقتي هي بتشوف حياتها ومكمل حياته لوحده لما كانت صغيرة كانت طيشة ومش فهمت دنيا وإنه مش من حقيقة حد إنه يكون مع أبوها خالص بس لما كبرت وفهمت الحياة عرفت إنها كانت ألطانة وحسب بالأنانية علشان كده بتقرر إنها تلاقيله زوجه من نسبة وتخليه يتجوزها تانيهم كان شياء في شغله لما بيلايه جيان جايباله الغدد نفسه وجاية تتغدى معاه في وقت الاستراحة علشان ما يحسش بالوحدة تاني أبدا وباليل بيابل أبو لينج علشان يروح معا عند الطبيب لفحص دوري هو كان فاكر إن أبوه ولا هيكشف مثلما بيوصله عند الطبيب لينج بيطلب منه إنه يفحص شياء ويقوله إيه السبب اللي مخليه ما بيعرفش ينام ساعة الشاو بيفهم إن أبوه عمل حجة إنه تعبان علشان يجيبه للدكتور يتطمن عليه بعد معرف بمشكلة الأرق وإنه مش بينام بالليام وإنه كان متفق مع الدكتور أصلا ساعة الشاو كان حسس بالفرح إن أبوه الآن عليه للدرجة دي وإنه عاوزه يكون بخيره وبيفكر فيه على عكس أمه اللي كانت معي شاف ضغط وعزاب نفسه طول الوقت وهو مسدق هرب منها في الوقت اللي كانت جيان صهرانة جنب الباب مستنية أرجوع زيتشو وإنه بتسمع باب الشقة التانية بيتفتح بتخرج بسرعة بحجة إنها رايحة ترمي الزبالة وبتتكلم مع زيتشو وبتديله الفيزا بتاعتها علشان يكفي نفقات المطعم زيتشو بيتخاني معاه وبيرمع لها وبيقول لها إنه بيحبش إن حد يشفق عليه تاني يوم كان الأب بليه في المطعم وكان اتجارته معاها صديقتها اللي عاوزها يتعرف عليها علشان يتجوزه وبنعرف إن جيان هي اللي طلبت من الجارة إنها تدور لأبوها على زوجها منازبة ولما ليه بيعرف كل المعلومات دي من الجارة بيتفاجئ بتصرفات جيان وإنها فعلا نضقت وبتفكر فيه وفي ساعاته طول الوقت شاوبة كان بيحكي لجيان عن كل اللي مر بيه من يوم ما أمه ما عملت الحدثة لما تصابب بيشال النصفي وكان هو اللي بيأتني بيها واخته وكان كل يوم مع أمه في المستشفى وتحمل منها نيارة العصب ومعاملتها السيئة بسبب حالتها الصحية وإنها ما بقتش بتتحرك وفي يوم بيليه حاولت الانتحار وحياته معاها بتكون أصعب علشان اضطر إن يتحمل حالتها النفسية المتضمرة وفي نفس الوقت يفضل متماسك وحاولتها إنها تخلص من حياتها ومعاناتها بتتكرر أكتر من مرة ولما بيرجعوا البيت كانش يوم بيحضر لها الأكل فمرة ولما بيجي يقدموا لها ويطلب منها إنها تاكل علشان صحيتها تتحسن بتعصب عليه بتوقع الأكل وهو بيغلي على كتفه وده بيكون سبب إصابته والحرق اللي في كتفه ومعنى ما كانش بيقدر يحرك دراعه اللي مين من الإصابة اللي كان مستمر في إنه يساعد أمه بيعملها تدليك العضلات رجليها طول الوقت علشان يوم التحرك طرف تمشي تاني ومحصل لهمش دمور في العضلات من قلة الحركة واللي كان بيساعده في إنه يستمر في العذاب ده الأدوية اللي كان بيأخودها لأنه كان حرفياً عايش في شدة أعصاب وضغط نفسي رهيب كان فجأة وهو نام وهو بيذكر يسمع صوت خبط فبيجري زي المجنون يطمن على أمه وفاكرة حاول التموت تاني بس المرة دي كانت بتحاول إنها تتمرن على استخدام العكاز وبتطلب منه إنه يهديها مركز ألاك طبيعي علشان تتعالج وترجع تمشي في الوقت الحاضر كانت هيمي في حفلة مع صديقتها ومعاها ابنها الصغيرة لما فجأة بيتهمنها في المكان وبتدور عليه حواريها لغاية ما بتلاقيه معشيب بيديله حلوة هنا بنتفاجئ النداء زيتشو زيتشو نفسه بيتفاجئ بيها وبتعرف إنه بيشتغل هنا مؤقتاً وكانت مستغربة من اللحصة للمطعم بتاعه في آخر اليوم زيتشو بيلاقي كلب في الشارع والكلب بيتبعه ومش بيسيبه ساعتها زيتشو بيحس بالذنب ناحيته وبياخده معاه يعتني بي تاني يوم جيان وزيتشو وشياو بيتصلحه وبرجعه زي الأول تاني وبيتجمعه في مطعم الأب لي ساعتها شياو بيطلب من الأب لي إنه يوافع على جوازه من جيان وساعتها ليه كان متفاجئ لأن زيتشو كان لسه من كم يوم بيطلب منه نفس الطلب ودلوقتي هو قاد معه بياخد وقت فبتتفاجئ إنه قصها من الصورة وبتزعل وبتمشي لما بتكتشف إن مينجي هي البنت اللي دونجي بيحبها دي كان كل اللي قاله من جواز جيان وشياو هي أمه ومزاجها الغريب وخايف من إنها تعمل مشاكل لجيان في الوقت اللي كانت مينجي في غرفتها بتبعت إيميل للجريدة اللي هتسافر بيكين تشتغل فيها لما ما بتتصل بيها بس مينجي من رعبها بتجري تجيب الكتب اللي أمها جابتها لها وبتعمل إنها بتذاكر فيها علشان أمها متعصبش عليها بس بعد ما تفل معها بتكسر القضاء من عصبيتها وإنها مش قادرة تكون شجاعة وتدفع عن أحلامها ولي في الوقت اللي كان في المطعم بيلاقي هي مي جاية ومعها ابنها الصغير وبتقول لي على وضع زيتشو ساعتها بتتصل بجوانج علشان تعرف منه السر وراء إنه مش بيساعد زيتشو ساعتها تكتشف إن جوانج تخلى عن زيتشو من سبع سنين وسبب ويشتغل في المطعم علشان يكبره إنه يتراجع عن هيناته بل إنه يكون معاه على طوله ما يرجعش الصين هي مي بتتخاني مع جوانج علشان غني وسايب ابنه للصعاب دي وساعتها زيتشو يلاقي حياته وصل فيها تحويل بمليون دولار وأبوه بيتصل بيه بيقوله إن هي مي هي اللي تخانيت معاه والنوم مش بينهمهم غير الفلوس ساعتها زيتشو بيخرج زي المجنون وبيروح لهي مي الصالون بتاعها وبيتخاني معاه وأصحابه ما كانوش عارفين هو رايح فين وبيجروا ودوروا عليه وبتصلوا على ليه يسألوه ساعتها هي مي بتعرف إنه رحلها الصالون فبترجع على هناك وزيتشو كان بيفتكر معاناته مع أبوه إزاي كان بيهينه وبيزله علشان يكبره إنه يعيش معاه ويتخلى عن حلمه هي مي بتتكلم مع زيتشو اللي كان متعصب جدا ومش عارف يستوعب هي ليه تخلت عنه هجرته زمان ودلوقتي بتساعده وليه هو اللي بيتم هجره على طول هي مي بتعتزله ومش عارف هتجاوبه ولا تصلح اللي عملته زمان وقتها زيتشو بيمشي مع أخواته وليه يستنى علشان يهدي هي مي بس هي بتطلب منه يسيبها لوحدها في اليوم ده التلاتة بيرجعوا بيت الأب ليه وبيباتوا معاه الصبح لما زيتشو بيصحى كان الأب ليه بيحضر الفطار زي زمان أما زيتشو بيخبط على السقف علشان يصح الشياء وينزل يفطر معهم زي ما كانوا بيعملوا ليه وهم بيفطروا كان له دور فيها لأنه لو كان غني ما كانش زيتشو اضطر إنه يسافر مع جوانج هنا ليه بيقول زيتشو الحياة وإن أمها جرته لسبب خارج عن أراضتها لأنها في الوقت اللي سابته في القرية كان تم طردها من وظيفتها بعد ما المدير دعيقها وحياتها بقت صعبة وما كانتشي لها شغل واضطرت إنها تسيبوا الفترة دي زيتشو لما بيعرف ما كانشي مستوعب بيحس إنه كان عب عليها وهي تخلصت منه ومش بيعزورها في الوقت اللي كانت هييمي مش بيتنام من كبوس فرقة هي وابنها وكانت حاسة بالزنب وشايفة إن بعدها عن نوع قاب ليها وإنها لازم تتقبل وما تحاولش إنها ترجعوا ليها تاني علشان وعدها للي لما قالت له يربي وهي مش هتاخدوا منه تاني ونكتشف إنها لمتجوزة ولا حاجة وإن الولد الصغير ده مش ابنها حتى ولسه فيه سر كبير في حياتها محدش يعرفه لينجي بقى لما بيرجع من صفره وبيعرف الأخبار بيفرح إن جيان وشياور طبطوا وهتجاوزوا لأنه كان نفسه في كده من زمان بيروح لمينجي لما بتعرف من دونج إنه أحبها وبيصراحها بمشاعر وبتتخانق معاه وبتسيبه وبتمشي علشان هي عرفة التانجسان بتحبه فما ينفعش إنها تخون صحبتها وتعجب بالشخص اللي هي حبته لما بترجع منجي البيت بتحكي التانجسان علشان ما تزعلش وبتتفاجئ إنها عرفة أصلا والبنتين مش بيزعلوا من بعض وبتفضل صدقتهم من غير ما تتأثر تاني يوم منجي بتقابل أمها وبتتفاجئ إنها اشترت لها شقة بالتأسيط ودفعت كل مدخلاتها فيها فبتتخانق منجي معاه لإنها ما أخلتش رأيها وإنها دلوقتي هتضطر إنها تدفع عاصات طول العمر لغاية ما تغطي تمن الشقة للبنك وحياتها هتنضغط تانجسان لما بتروح مابلة شغله ويا فرحانا وبتلاقي إن الدور اللي عاوزينها فيه دبليرة والشام مش هيظر للكاميرا خالص بترجع البيت منهارة بتتخلص من كلها زيها وبتوافع على وظيفة المتحف اللي أبوها عرض عليها المفجأة بقى إن والديت شياو وأخته رجع الصيم وفي الوقت اللي بيكون شياو رجع البيت هو وجيان والشام بيهزر وبيتفاجئ بأمه وأخته وقفينه قدام الباب ساعتها بيتصدم وبعد ما كانت ملامحه بتضحك من السعادة فجأة ولكي إنه شاف عفريت وملامحه بيبان عليها الرعب والحزن أمه مش بتستنى كتير هي بتطمن عليه وبترجع على الشقة اللي استقرت فيها هي وبنتها بس لأخته كانت متضايقة علشان لما شافها ما كانش مبسوط لرؤيتها تانيوم كانت تانجسان بتتضرب وبتحفظ كل المعلومات التاريخية عن القطع اللي في المتحف علشان تدع شغلها والكل بيتفاجوا بمهارتها وبشجعوها في المستشفى كانت هيمي راح تتقابل لأختها وتتطمن على جوزها بتسيب لها مبلغ كبير علشان تكمل علاج جوزها واختها ما كانتش عارفة تقول لها إيه وبتحس بالتأصير ناحيتها إنها مسألتش عنها كل السنين دي والدتش يوبا بتيجي المستشفى ومعاها أدايا لكل زميله تعرف عليهم هو كان متضايق علشان بتدخل في شغله وفي حياته بنرجع لها هيمي اللي كانت بتدور على ابنها اللي اختفى ومش لقينه ولما بتعرف إن في حد لقى وسلمه للشرطة بتطلب المساعدة من لينجي علشان يخرجه لأنها مش أم الطفل ومش الوصية عليه علشان تستلمه ساعة لينجي وليه بيعرفوا إنها مش متجوزة ولا حاجة زي ما كانوا فاكرين وإن الولد ده ابن صديق عليها دخلت السجن علشان قتل الجوزها وبيضربها وبتدافع عن نفسها والولد كان طبيعي بس لما شاف الموقف ده جات له صدمة نفسية وبقى بالحلقة دي لما لي بقى بيسالها عن السبب اللي خلاها تجدب عليهم وتسبب في الأذى لزيتشو بتقول له إنها وعدته إنها تسيبهوله يربيه ومش هتطلبه بيه تاني علشان يبقى ابنه خلاص والد منجي بيرجع من الصفر ولما بيعرف بإنه ما اشتريت شقة بكل مداخراتهم من غير ما ترجع له وبيطلب منها إنها تسترد الفلوس تاني وإلا هيطلقها بس والد منجي مش بتتراجع عن قرارها وبتصمم عليه ومنجي كانت بينهم حيرانة مش عارفة تقنع ولا واحد فيهم وفي يوم عيد ميلاد شياو كان زيتشو هو اللي محضر له الطرطة بنفسه واخت الشياو بتروح تجيبها وبتصمم إنها تدفع له تمنها والحفلة كانت والدته عاملها في مطعم كبير وبيحضرها لكل غصب عنهم علشان خاطر شياو والوحيد اللي بيكون موجود هو زيتشو بيعرف شياو إنه ما حضرش بسبب الموقف اللي أخته عملته وإنها دفعت له طبعا للطرطة ساعتها بيداق جدا بس مش بيعمل مشكلة علشان الليلة تعديه وعرف أصلا إن وجود أمه في المدينة وحواليه مش هيخليه مرتاح ولا سعيد لأنها بتحاول السيطرة عليه بكل الطرق ولا مش يوه بيرجع البيب بيلايجيان وزيتشو عاملله عيد ميلاده بيفجؤوه بيحتفله سواء بسعادة ليه ما كانتش متقبلها فكرة إن هيمي بتربي ولد مش ابنها وسابت ابنها طول السنين دي ومش بتحاول إنها تكسب وده ومحبته تاني فبيروح يعود معها ويسألها عن الحقيقة المرة دي هييمي بتقوله كل الحقيقة في نفس الوقت اللي كان زيتشو بيزور خالته وبتنصحه إنه يسامح أمه وبتقوله على إنها كانت في السجن وبيعرف الحقيقة كاملة والسبب اللي خلها تبين عنه كان غصبا عنها وأنها أصلا كانت في السجن لأنها في مرة كانت شغالة في صالون لما واحدة بتتخاني معاها وييمي بتبعدها عنها وبتوعى على الستة على السلم وبتموت وقتها هييمي بتتسجن بتهمة الأتلق لغير العند والوحيدة اللي كانت تعرف منها ليتها كانت أختها لانو هييمي طلبت منها إنها تخبل موضوع ده علشان زيتشو هييمي اخترت إنها تتخلى عن زيتشو وتسيبه لليه علشان يربيه شافت منه طيبة قلبه وحنيته وإنها كانت متأكدة من إنها هيكون مبسوط معاها ويعيش كويس أحسن لما يعيش معاها ويتحمل زنبها لان بتتصل بليه وبتقوله إن زيتشو عرف إن أمه كانت في السجن ساعة الجان كانت راح تتدور عليه هي والشياء وبسندوه مينجو هي راح شغلها بتتفاجي بأمها بتتصل بيها وبتطلب منها سنداتها الشخصية علشان تكمل إجراءات القرض وبتروح شائطها تدور عليهم بنفسها وقتها بتكتشف إن مينجو كانت بتكذب عليها إنها مش هتدخل اختبار الخدمة المدنية ساعتها مينجو بتنفجر فيها وإن عمرها مسابتها تاخد قرارها بنفسها ولا حتى تختار لبسها وبتفاجئها بإنها كانت سقطت في الامتحان بتاع السنة وبمزاجها علشان ما تدخلش الكلية اللي أمها عاوزها تدخلها طبعا أمها ما كانتش عارفة إنه كل ده فقل بمينجو وبتمشي مهي منهارة في الوقت اللي كانت هييمي بتزور ليه في المطعم مساعدت لي لما بتشوفهم بتصورهم وبتبعت الفيديو لجيان اللي بتفرح جدا وكانت نفسها إن أبوها يتجوز هييمي وكانت عاوزة تعوضهم عن إنها بوزت علاقتهم وارتباطهم من 20 سنة واخت الشياو كانت متدائية جدا من وجودهم في الصين وبتتعصب أكتر لما بتلاقي أمها أخذت شقة يستقروا فيها على طول ومش راجعين سنغافورة بتخاني معها لأنه سبق وارتلا إنهما يحتفلوا بعيد ميلاد شياو ويرجعوا سنغافورة تاني بس فجأة كل ده تغير شينجي كانت متدائية لأنها حاسة إن شياو مش بيحبها وأنها عبق عليه وأنه بيحب جيان أكتر منها ولما الشياو بيجي يشوف إيه المشكلة وليه أمه قررت الاستقرار في الصين مرة واحدة شينجي لسا ما خلصتش مدرسيتها أصلا بيلاقي إنه أمه مش بتترجع عن القرار بتحق بإنها عاوزة تكون قريبة من ألتها إنه مش كل شوية يسافروا بلد تاني علشان يكونوا مع بعض في المناسبات شياو ما كانش موطرد وبيطلب منها إنها تنفس ده لما شينجي تخلص مدرستها وتيجي داخلها الجمع ببعا تيجي تستقر هنا بس أمه زي العدد تتعصب عليه وبترفض رأيه ساعته جيان بتدخل الشقة علشان توصل الطرد اللي رح لها بالغلط وبتتفاجئ بيهم الجمعين ما كانتش تعرف إن في حد موجود وقتاش شياو بيعامل جيان بطريقة مختلفة قدام أمه اللي بتتدايق وبتحس بالغيرة وإنها مش مرحب بيها كون إنه بيرحب بجيان وبيفرح كل ما بيشوفها إنما هي لأ كانت ناسي إن كل إنسان بيزرعه هو اللي بيحصده في الآخر شياو ما شافش منها غير كل أسوة وألانية وظلمة عمره ما كان بالنسبة لها أولوية تضحي علشانها أو تحاول إنها تسعده ورجع دلوقتي زعلانة علشان مش بيعملها بحب شينج كانت من ديتها مشت من غير ما تقول لحد في أصلا ما تعرفش حاجة في المدينة وبتضوح وبتعود في الشارع اللي بالليل لغاية ما زيتشو بيشوفها بالصدفة بيرجعها معا البيت وشياو بيتسيب لها قضيتها تستقر فيها اليومين دول تاني يوم زيتشو بيضطر إنه ياخد شينج معا المطعم علشان ما يكونش لوحدها في الوقت الليلينج بيتقابل مع والدة شياو بيطلب منها إنها تبعد عنه وتسيب ويهيش حياته بيقول لأن الشياو كاتوم جدا وبيعاني من أمراض نفسية واكتئاب واضطراب نوم وعايش على المهدئات ومضادات الاكتئاب بقى له سنين ودلوقتي من يوم ما رجع مع جيان وهو بقت حالته أحسن ساعتها والدته بتتفاجئ لأنها ما كانتش تعرف بمرض شياو أو إنه بيعاني لأنها كانت عمية عن كل حاجة حواليها ومش شايفة غير إنها الضحية وإنها اللي بتعاني ولا ما شياو بيعرف إن أبو أبي الأم وحاول إقناعها إنها تسيب ويعيش حياته وشياو بيشكره وبيقوله لأنه هو طفله وشايفه بطل حياته بيفكروا بالموضوع اللي كان انطلب منهم كتابته عن الأب هو طفل هو كان كاتبه عن أبوه لينج ونشرتي بطل بيحمي الناس كلها بس علشان الأب ليه ما يزعلش قال إنه كتب عن ليه ما إنه هو اللي كان بيعتني بيه وبيربيه في غياب لينج لينج كان أول مرة يعرف الكلام ده وبيكتشف إن الشياو بيحبه جدا وبيحترمه وبيقدر محاولاته إنه يخليه سعيد وأنه بيتغضع مشاكله مع والدته علشان بس خيضنا للشياو السعادة وإنها مش هتتعرض لجيان وتصعب عليهم حياتهم بتصرفاتها وكون إن ابنه شايفه بطل ده بيخليه فخور جدا في المطعم بقى كانت شينج مع زيتشو اللي بيخليها تلبس يونيفورم وتساعده زي الباقيين وتشتغل معاه لما فجأة بتظهر هيمي وبتيجي تقابل زيتشو وبتتكلم معاه والمرة دي زيتشو كان فرحان جدا برؤيتها ونسل ماضي وبدأ معها صفحة جديدة بعد ما عارف إن بعدها عنه كان غصبا عنها وإنها كانت مسجونة قبل ما هيمي يتمشي بقى بتدي له دلاية لما بفتحها بيلاي فيها صرطه معاها وهو طفل وبعرف إنها عمرها ما نسيته ساتها كانت شينج بترابه وبتفرح لما بتشوف العلاقة بينه هو وأمه باعت حلوة بالشكل ده وبسبب زيتشو كانت هيمي بتتواصل طول الوقت مع لي بلغاية ما حبه ليها بيسيطر عليه والدة شياو لما بتفكر في كلام لينج بتفتكر المواقف اللي كانت بتحصل والمرات اللي شفيته بياخد أدوية وسألته وقالها إنها فيتامينات وكانت كل ما بتقلق بالليل بتقوم تلاقيه صحي للفجر ومش بينام ياريتها بها بتعمل حاجة صح إن أبوها ومها ينفصله خلاص بكانش بيدي حاجة تعملها والعرفة تقنع حد فيهم إن اتراجع عن قراره أمها متمسكة بالشقة وأبوها متمسك بالطلاق تانجسان بتخرج مع والد الدونج والمرة دي الدونج كأنه كان أول مرة يشوف تانجسان ويعف حباب جد بس هو كان ضيعها من إيده لما تجاهل أجابها بيه واستخف بيها إنها متهورة وطيشة بس لما تعامل معها وصلح العلاقة بينه وبين مينج واستمروا في صدقتهم بيعرف قديه يا عالها كبيرة ونضجة وفي الوقت اللي كانت هيمي جاي المطعم للي علشان يعلمها طبخ الأكلات اللي زيتشو بيحبها بتتكلم معاه وبتستغرب إن طول السنين دي ما تجوزش وبتفتكر إن جيان كانت بتكرهها من يوم ما عرفت إنها تكون زوجة أبوها لي بيقول لها إنها كانت رفضة مبدأ إن يكون لها زوجة أب من الأساس مش رفض لهيمي لشخصها سمع إنه ما كانش فاضل باغر إنه يربيهم وما كانش عاوز إنه يزعل جيان ساعة هيمي بتفجأوا بسؤالها لما بتقولوا إن جيان مش هيكون عندها مانع لو هي بيتزوجة أبوها دلوقتي وليه بيجاوبها وبيقول لها لأنها هي اللي بتسعى لزواجه ودلوقتي أصلاً ومش بيستوعب معنا اللي بيتقال غير بعد ما بيرد عليها بيكتشف إن هيمي بتحبه من يوم ما شافته من 20 سنة وإنها كانت تتجوزه فعلاً للمشكلة اللي حصلت لها ودخلت بسببها السجن جيان بتحصل لها مشكلة في شغلها لما واحد زميلها بتهمها إنها بتقلت فنه خصوصاً من حوطة براية الطفولة دليل على إنها من إبداعها هي كانت صورة قديمة لها مع زيتشو وشياو بترجع البيت تدور عليها بس بتلاقي والدتشياو وقف قدام شايته ومش معها المفتاح فبتطلب منها إنها تفتح لها هي على ما شياو يرجع وقتها والدتشياو بتضايق جيان بالكلام بس شياو بيقول لها إنه مش هيتخلى عن جيان مع ما حصل حتى لو كانت هي بتكرها وإنه اختر جيان وأبوها علشان بيحبوه بيسأل أمه ومنهار هي ليه مش بتحبه زي أي أم شينج كانت منساجمة في العمل في المطعم مع زيتشو بتعرف قيمة الحياة وإنه ما فيش حاجة بتيجي من غير تعب ولما شياو بييجي هو وجيان علشان يسألوه عن الصورة السلسية بتاعته بيستعرب زيتشو لأنه كان معا نسخة هو كمان ساعتها شينج بتدخل وبتحكي لهم على حصل وإنه ما كانت بتلاقيه بيتفرج على صوره معاهم طول الوقت ودي المرات الوحيدة اللي كان بيضحك فيها ساعتها بتخليه في المدرسة في يوم وبتقطع كل صوره دي حتى شينج كانت رفضت الصرفاتها وبتحاول إنها تمنعها بس مش بتقدر والدته كانت بتقطع صور انتقاما من لي وعيلته علشان فاكرة أنهم بيهنوها بيتكلموا عليها من وراء ظهرها زي ما كانت فاكرة زمانة قبل ما تنفصل على اللينج وكانت بتخانئ معا طول الوقت بسبب كده شينج كانت بتحب شياو وكانت بتحاول إنها تساعده حتى لاملات أمهم تخلصت من الكتش اللي كانت جيان باهولها هدية شينج بتسترجوه في السر والشياو وقتها بينهار من تصرفات أمه زيتشو بيعرف إن السبب الحقيقي اللي خلى شينج تهاجم جيان إنها زمان وقعت نفسها من على السلم عن قصد علشان تورتها وتوقع بينها وبين شياو تبعدها عنه ولغاية النهاردة هي ما اعتذرتش وفاكرة إن جيان بتكرهه للسبب ده زيتشو بينصح إنها تتعامل بطريقة مختلفة لإن اللي فات فات ولازم إنها تصفي قلبها وتصلح العلاقة بينها هي و جيان علشان شياو مش هيبعد عنها وبعدها بيتصل بأبو جوانج علشان يخليه يبعت له الصورة اللي بيدوروا عليها لإنها في أغراضه اللي كانت في بيج جوانج وقتها جوانج بيساوموا عليها تانج سان بتروح تحضر عرض المسرحي مع دونج وبتكتشف إن المسرح هو شغفها بس كانت ألانة من إنها تحاول تاني في التمثيل بس دونج بيشجعها وبيخليها تقابل صديق له واللي بيطلب منها تيجي لبروفا بكرة علشان تكون بطلة المسرحية الجديدة طبعا تانج سان كانت متوترة جدا أنا مش عارفة توافق خوفا من أهله خصوصا إنها دلوقتي في وظيفة مستقرة بس دونج بنصح أنها تجرب ومش هتخسر حاجة ولما بترى الإسكريبت بيعجبها وبتقرر أنها تشارك في المسرحية شنج بتعتذر للجيان وبتكتشف إن الجيان مزعلانة منها أصلا ولا بتكرهها زي ما كانت فاكرة وبيبو أصدقاء ولأول مرة في حياة تانج سان تنجح فتجربة أداء وكون بطلة عمل كامل وفرحتها كانت لا توصف في الوقت اللي كانت منج مع والدتها بتسندها لما بتروح تقابل أبوها اللي كان مصمم على الطلاق لأنه زي ما انتصلت مراته وتحكمها في كل حاجة في حياته وأنه كان طول الوقت بيخاف إنه يخالفها شاعتها منج بتقوله إنه هو اللي كان سلبي وإنها كبرت وهي فاكرة إنه هو اللي بيحبها وهو اللي حنين بس لما نضجت قارفت حجم التضحية اللي أمها كانت بتقوم بيها كانت هي اللي بتوصلها لمدرسة وبتابع دراستها ومستواها وكل حاجة خاصة بيها إنما هو ما كانش مهتم بحاجة أبدا يعني أمها هي اللي بتحبها أكتر وسلبية أبوها هي اللي وصلتهم لكده وأبوها كان مصمم على الانفصال بس مينجي بتدعم أمها وبتعترف لها بإنها عرفت غلطتها لما كبرت وإنها فعلا كانت عاوزة مصلحتها وإنها أكبر ندمها لما صدت الامتحان عن عمد وحياتها ومستقبلها هو اللي تدمر وكانت ممكن تبقى في مستوى تاني خالص زيتيو كانت واصل مع أبو بخصوص الصورة وبيوافع على إنه يروح يزور جده في مقابل إنه جوانجي بعات له الصورة الأب بلي في الفترة دي بقى بيهتم بما ظهره جدا وبيخرج إياه بالهيمي طول الوقت وفي كل مرة كان بيشوفها كان بيوافع حبها أكتر من الأول لدرجة إنه كان بيحس إن جمالها بيزيد يوم عن يوم جيان لما بتعرف إنهم خارجين في معوض غرامي بتصامن منها تروح ترعبهم وتقنع زيتيو إنه يروح معاه بس هما بيرعبوهم بيلاو الأب بلي وهيمي وراهم وبيروحوا كلهم يتغدوا سوا ساعتها ليه كان محرق جدا منهم بس هيمي بتتأكد لجيان إنهم خلاص اتخطبوا وخلاص هيتجوزوا ساعتها جيان بتفرح جدا وبتهنزتش إنه أخيرا اسمها يبقى في سجل لقالتها وهو نفسه كان فرحان بعدها زيتش وبيروح يزور جده زي ما أبو طلب منه وبياخدوا الصورة في المقابل وبيبعاتها الران علشان يحل المشكلة دي في الوقت اللي كانت تنجسان قبلت أمها وأبوه بتقوله على قرارها وإنها تكمل في التمثيل في المسرح والمرأة دي محدش بيعرف إنه يكبرها على حاجة وبتدافع عن أحلامها والدت شياو كانت تصل بشوشو وعزمتها تتعشى معاهم ولما شياو بيرجع البيت وبيلاقي معاملة أمه لشوشو وإنها عاوزهم يتخطبوا بيتخاني معاها وبيمشي حتى شوشو بتعتزر لها وبتقولها إنها عارفة بحب شياو وجيان وإنها مش هينفع تتدخل ما بينهم ومقرد زميل ليها شياو أكد لهم إنه مش بيحب غير جيان وإنه مش محتاج تقبلها وحبها من عدمه ولإنه دا مش هيفرق في حبه لجيان أبدا وشوشو قبل ما تيمشي بتقول لولدة شياو على المقالة اللي نشرتها جيان بتحكي فيها عن علاقتها بالشياو وإنها طارة في الحياة لما تقراها ساعتها والدته بتتردد في إنها طارة المقالة في الوقت اللي كانت منجم قرر إنها تسفر بيكين خلاص وتنجسان كانت مستغربة إن والدة شياو بتعامل جيان بالطريقة دي وبتكرها فعلا ساعتها جيان بتقول لها السبب علشان هما لما انتعلوا للبيت جيان أهدت لهم جوز وكاني سبب في موت أخت شياو الصغيرة فكل مرة والدته كانت بتشوف جيان فيها كانت بتفتكر اللي حصل وخسرتها لبنتها مع إن جيان مش هي السبب في موتها أصلا بس يا بتكره إحساسها بالزنب وكون إنه دا غلطها علشان كانت بتسيب شياو وهو طفل في البيت زيتشو بقى كان راجع من المطعم والدنيا بتمطر لما بيلاقي أمه مهيمي مستنيها بشمسية وبتمشي معاه وهي بتحميه من المطر وكان سعيد جدا وبفتكر طفولته معاها والدة شياو أتاها كانت قارت المقال وعرفت حجم المعاناة اللي عاشها شياو على حقيقتها وإنها فعلا أزيته في كل مراحل عمره ولما بتتصر بالشياو علشان تهتزر له اللينج اللي بيرد عليها بقول لها ترحم ابنهم شوية بقى وكفايا اللي وصلته ليه ساعتها والدته بتحس بالزنب أكتر والصبح بيلاوها اختفت شياو بيجري يدور عليها في كل مكانه وفاكر أنها انتحرت لأنها كانت سايبة لهم رسالة فهم منها أنها تموت نفسها علشان ترحمهم من المعاناة اللي تحملوها بسببها في الآخر بيلاوها في النهر وكانت بين الحياة والموت حسنة حظا أنه بينقذوها في الوقت المناسب وشياو بيطلب منها أنهم يفتحوا صفحة جديدة وتنسى اللي فات بعدها فترة بترجع على سنغافورة هي وشينجي علشان تكمل دراستها ولينج هو اللي بيساعدهم في كل حاجة بيوصلهم المطار كمان المرة دي والدت شياو بتسافره يا مطمنة عليه بتصلح علاقته بالجيان وبتسيبهم يعيشوا في سعادة أما والدت مينجي فكانت زي عادتها بتيجي تنظف لهم الشاء وتعمل لهم كل الأكل اللي بيحبوه في الوقت اللي كانت تلاتة الجيان والشياو وزيتشي بيحضروا زواج الأب لي من هي مي وزيتشي هو اللي بيوصل أمه بنفسه وبيسلمها للأب ليه وبيطلب منها أنها تعتني بيه ما عتنا بيه في كل حياته وبيطلب منها أنهم يعيشوا في سعادة وفي النهاية العيلة الغير عادية دي بيعيشوا في سعادة علشان اختاروا يقدروا بعض ويحافظوا على الروابط اللي بينهم حتى لو ما كانتش روابط دم وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنساش تشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بالحلقة الجديدة